اشتركوا في القناة 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 اللي هو قدر يحط الكرة بكل كوة لو تعامل معها بضعف او تعامل مع الكرة حط ايدي كده بالراحة كان ممكن تبقى فرصة هدف حقيقة لكن بندي محمد الشنوح وكمان عايز اتكلم فيه لعيبة ما بتاخدش حقها في الاعلام وبنفسها يضلها الاخطاء زي على سبيل المثال صبري رحيم الراجل ما بيلعبش خالص شوفنا علي معلول بعد كده حسين السيد بياخد فرصته صبري رحير بنتكلم 3-4 شهور الراجل مش موجود بيلعب مبارح والخط نحية الامين بتاعت الاسماعيلي فيه لعبة متميزة فيها زي إبراهيم حسن وقوشة ولعبة مهمة جدا ولكن اللي أنا عايز اقوله ان صبري رحيل تقلق بشكل لافت ما تحسش اللي هو كان غيب عشان كده العيد متميز اللعب اللي يغيب ويرجع تحس اللي هو ما غيبش ده معناه اللي هو بيتدرب كويس ومستني فرصة اي وقت وهو ده اللي أنا بقول الكسر العددية اللي موجودة داخل الفريق النادي الاهلي كلها لمصلحة الفريق عايز اتكلم كمان على عمر السلية في وسط الملعب كابتن حسام البدري لما تتكلم معاه تقوله الوقت بيطالب عنصر المتميز واحنا بنشوف كده عمر السلية بيزيد بشكل كبير الامان في التكملة في قطع الكرات في وسط الملعب ده دور مهم جدا عمر السلية بيعمله وبنديله برضه حقه الشوت التاني تقلق غير عادي من اجايب بيروح الرجل ويقطع ويحاول بيبزي المجهود كبير جدا كمان من اللعبة اللي انا عايزة اديها حقها ايمن اشرف ممكن البعض اللي بيشوف اللي ايمن اشرف بيلعب باكليفت لكن في بعض المبارات قبل ما ينتقل للنادي الاهلي كان بيلعب مع سموحة في المكان ده وكابتن حسام من تفكيره في التعاقد مع ايمن اشرف اللي بيدي حلول للمدير الفني سواء باكليفت او سيردباك بالامانة لما تتفرج على ايمن اشرف مبارح ميس باس قوليل جدا التعامل مع الكرات العالية متميز جدا اللعب كده كل ما ياخد وبيدي مدربه السقة ويحافظ على مكان هو ده اللي بنتطالب بيه اللعبين طول الوقت كمان عايزة اتكلم على باكاماني لعب الجنوب افريكي لعب شفناه ممكن لعب وقت صغير مقدرش قيم لعب مباراة لكن لما شفناه في المباراة الودية قلنا لعب واعد وبيبان اللي بيفهم كورة بيبان من لمسة اللعب من البداية الراجل المهاري الوضح اللي هو كمان سريع جدا محتاج ياخد مانشاط لما ياخد هيفرق مع النادي الاهلي بشكل كبير جدا وهو لعب لما تسأل اللعبين او تسأل المدير الفني برضو عندهم ثقة كبيرة فيه جدا طبعا ما فيش شك اللي فيه لعيبة خبرة زوح سم عشور وبيبقى موجود شرف اكرامي حتى لو مش بيلعب عماد متعب حتى لو ما بيلعبش لعبه فيه كبار بيتلم الفريق وهو ده اللي احنا بنتكلم عنه طول الوقت كمان وليد سليمان كان موجود ملعبش المباراة ولكن وليد لما بياخد او بيبتدي لعيب متميز جدا 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 فمن هنا هو ده اللي احنا قلنا المباراة الكبيرة اللي انت بتقابل لإسماعيلي كان قبل المباراة النادي الاهلي ظهر بشكل كويس جدا جدا فبالإسماعيلي السنادي بيلعب كورة مختلفة ولكن النادي الاهلي تموحه مختلف طول الوقت جمهوره ما بيبالش غير بالمركز الأول عشان كده شفنا النادي الاهلي مباراة بشوت تاني مختلف تماما اداء في سرعة في ضغط على الخصم لما حتى بتفقد الكورة من سمات الفرق الكبيرة لما تفقد الكورة لازم ترجع تجيبها بسرعة وده بيبقى في التدريب موجود مع كابتن حسام البادري إزاي ما تفقد الكورة تجيبها بسرعة تاني ده سمات الفرق الكبيرة اللي عايزة بتوله ده بعد الكلام الفني اللي اتكلمنا فيه أنا شايف الكابتن حسام البادري قد مباراة كويسة خصوصا الشوت التاني اللعيبة كمان قدت شوت تاني أكثر من رائع عندك وفرة عددية كبيرة في كل الأماكن كل مكان بنتكلم ثلاثة أو أربعة لعيبة بنتكلم على أحمد فتحي بنشوفه في الباكرايت يدخل وسط الملعب محمد هاني باكرايت يدخل سردباك كمان أيمن أشرف في لعب سردباك يروح باكليفت في حلول للكابتن حسام البادري ولكن كل ده احنا ماشينا على المباراة المؤجلة عشان نروح بسرعة بالمكانة اللي بيحبها كل جماهير النادي الأهلي وهي المركز الأول عندنا مباراة مؤجلة لكن النادي الأهلي كمان عنده مباراة مهمة جدا جدا أمام الداخلية يوم الجمعة إن شاء الله في الأسبوع العاشر كل ما مباراة بتخلص بتفكر في اللي بعدها وهو ده الدور كل مباراة انت بتحسبها بتكسب بتروح بسرعة للمكانة اللي انت عاوزها كمان مفيش مباراة سهلة في الداخلية مع الكابتن علاء عبدالعلي تحس اللي فيه كيميا الكابتن علاء يروح ويمشي وييجي يتلاقيه في الداخلية فيه كيميا مع فريق الداخلية واحد من المدربين المحترمين الكابتن علاء بعال الأمانة ودائما عينه كويسة على اللعيبة اللي بيدمها فمن هنا فيش حاجة اسمها مباراة سهلة فيش حاجة اسمها فريق ضعائي في الكلام ده غير مزبوط بالمرة واللي بتعامل بالشكل ده بيعاني داخل المباراة الاحترافية بتقول كل المباراة بتلعبها بتنسل قبلها وتركز اللي انت تكسب عشان تروح للمركز الأول فمن هنا عندنا ثقة طول الوقت في الجهاز الفني واللعابين كالعادة لأن النادي الأهلي ما بيخسر بطولة زي بطولة أفريقيا بتلاقيه بسرعة تفكيره وسياسة النادي وتفكير النادي الأهلي وبجمهوره وبعدها جمعية العمومية المركز الأول فين المباراة أنا مستني مباراة ثانية بعد هزيمة وبعد ذلك انت تخسر بطولة بتستنى تاني يوم اللعبة في النادي الأهلي مش بالسهل زي ما الناس بتفكر عشان تحجز مكان لازم تبزي المجهود كل الكلام ده حضراتكو كمان عارفينه أكتر مني فمن هنا ألف مبروك على مباراة الإسماعيلي وفريق الإسماعيلي فريق محترم فريق طول الوقت بتعمله ألف حساب وإحنا دايما بندور على الروح الرياضية هارد لك النادي الإسماعيلي مبروك النادي الأهلي وجهزه الفني واللاعبين خاصة المباراة المهمة دي بيبقى لها حسابات أخرى واللي عايز البطولة ما ينفعش تلاقي في مشواره تعادلات كتير هزيم كتير بيبقى فيها مطبات وتخليك الحسابات بتبقى مختلفة لكن الفوز بيجيب فوز والتعادل بيجيب تعادل والهزيمة بتجيب هزيمة هو ده اللي احنا اتعلمني فمن هنا مرة تانية وثالثة وربعة ومليون مبروك الكابتن حسام البادري مبروك كل اللعبين اللي مش مهم مين يلعب المهم الأهلي يكسب طيب عايزة تكلم بقى في أمور كتير جدا النهاردة الواحد بيبقى سعيد وفخور لما بيشوف حاجة كبيرة داخل النادي الأهلي لما بيشوف حلم بيتحقق على أرض الواقع ايه هو الحلم حلم استاد النادي الأهلي وانا قلت لحضراتكم بنبقى مشغولين وبنتابع مع فريق العمل كل حاجة حنعمل ايه النهاردة حنقدم ايه للنادي الأهلي لجماهير النادي الأهلي العضاء الجماعية العمومية حنتكلم في ايه حنقول ايه فبنروح بنفسنا اه انا عايزا اللي حضراتكم شعور كل واحد ما كانش في مؤتمر زي النهاردة اللي هو بيتقال فيه استاد النادي الأهلي اللي كلنا بننتظر الحلم ده تخيلوا النادي الأهلي بعراقته وبتاريخه بيروح يلعب في استاد القاهرة وبعد كده يروح يلعب في القليل الحربية وبعدين يروح يلعب في برج العرب ملعب النادي الاسم الكبير العظيم النادي الأهلي مش أقل من باير ميونخ أو أقل من منشستر أو أقل من ريال مدريد النادي الأهلي حاجة كبيرة جماهرية عظيمة ملايين ملايين في كل مكان بيعشاؤوا النادي ده فمن هنا حلم اللي استاد النهاردة الواحد هو قاعد في المؤتمر واحد جسمه أشعر لما تشوف حلمه قدامك بيتحقق لما تشوف حاجة منتظرها كل أهلاوي من أصغر لأكبر واحد بتبقى أنت سعيد بتبقى فخور بالمكانة دي الصورة اللي أمام حضراتكم ده مجهود شهور طويلة وقبل ما تكلم عنه بقى الإجابيات كتير دايماً أصلاً حضراتكم في دلوقت الصعبة بل إحنا فيه إحنا فيه جولك الكلام ده ما ظهرش ليه أنا يعني حتكلم في كل حاجة أشرح لحضراتكم الأمور ماشية إزاي عشان تبقوا عارفين الكلام ده مش بالسهولة عشان تعمل جرافيك ولا عشان تعمل دراسة جدوى الحاجات دي بتاخد شهور وسنين مش بين يوم وليه لأجي أقولك أنا معايا استاد صعبة صعبة عشان تعمل استاد باللي إحنا شفناه في البرزنتيشن اللي اتعرض النهاردة حاجة كل أهلاوي فخور بيها كل أهلاوي سعيد بيها بقول لحضراتكم أنا شفت بعض عضاء في النادي بيتفرجوا من بره مكان كان زحمة بشكل كبير وواعدين يسقفوا وفخورين بناديهم وفرحمين اللي على أرض الواقع الحلم بقى حقيقة الحلم بقى حقيقة حلم الأهلوية بقى حقيقة وكلنا المفروض نبقى فخورين بدا وبيعجبني أكتر لما رئيس النادي الأهل الموانسو حمود طهر بيقول إحنا ما نعرفش نتيجة الانتخابات فيها إيه بقى إحنا اللي حيجي يكمل ده وبنكمل اللي قابلينا هو ده الكلام اللي احنا بنقوله طول الوقت كلنا إيد واحدة وكل رئيس نادي تعب وكل رئيس نادي حقق وكل رئيس نادي بيشتغل على حلم الأهلوية هو ده اللي احنا بنقوله ما قلناش غير ده على عكس الترويج اللي احنا بنشوفه طول الوقت من كذب والانتخابات ودتنا لطريق بقى مين اللي جاب المصورة دي ومين اللي جاب الباب ده ومين اللي جاب الأكرة دي لا الأهل كبير قوي يا جماعة الأهل كبير قوي كلنا مكملين لبعض هو لما عده يطلع يتكلم وبينتقد حاجة ما ينفعش نقف على الواحدة هو رأيه كده خلاص وفيه الناحية التانية بينتقد الناحية دي خلاص هو رأيه كده لكن ما تبقاش قاعدة وتخلينا في خناقة مين اللي عمل لا مين اللي جاب لا مين اللي حط السيراميك هنا لا احنا كبار قوي عب اللي نتكلم في التفاصيل الصغيرة دي واللي بيقعد ينتقد يخسر واللي بيقعد ينتقد يخسر وده الحقيقة على أرض الواقع النهاردة النادي الأهلي الحلم ابتدى مش من النهاردة وهو ده عايزة أقول لحضراتكم بس خلوني أقول لكم الناس دي اشتغلت من سنين مش من وقت المؤتمر الاقتصادي وعشرح لكم حاجات وأصرار أول مرة هتطلع النهاردة حصل الحوار انت بتشغل لأن جمهور الأهلي عاوزة استاد وعايزة فروع وعايزة بطولات وعايزة إنجازات وعايزة قيم حقيقية وعايزة مبادئ حقيقية وعايزة أمور كتير جدا وعايزة شخصية النادي الأهلي في كل المباراة وعايزة كل واحد بيلبس فنلة النادي الأهلي يتحمل قيمة فنلة النادي الأهلي هو ده اللي احنا نتكلم فيه ما نوقعش ببعض نبقى أكبر من كده بكتير واللي بيعبس بينا نبقى فاهمين كلنا مين الصادق ومين الكائل اللي بيجدب ومين اللي بيهمه مصلحة النادي الأهلي ومين اللي ملتزم من مبادئ النادي الأهلي وهي دي أخلاقياتنا وهو ده احترامنا الجميع كنت بقول لكم دايما كلمة من سنين في برنامجك الكرة والجميلة ومش برنامجي برنامج حضراتكو كنت بقول لكم اللي ملووش ماضي ملووش حاضر القابل كله تعب الماستر وصالح سليم الفريق مرتاجي كابتن عبد صالح الوحش كابتن حسن حمد كله تعب لأن انت كل واحد جاي بيبني واللي بعدين بيجي يطور ويبني واللي حيجي بعد يجي يطور ويبني وهي دي كانت فكرتي معاكم فكرتي لما حد يعمل حاجة يقول له شكرا ما بتتريعش عليه لأنه منك وكلنا واحد كلنا أهلي ما قلناش غير ده ترويج بقى للي انتو بتشوفوه الكلام ده وتتقلب خناقة وصراع مين اللي عمل ومين اللي معمل لا فمن هنا الحلم تحقق حلم الأهلوية تحقق وانا هقول له حضراتكو على بعض الأمور النادي الأهلي من وقت المؤتمر الاقتصادي وحقف عنده كتير عشان حضراتكو تبقوا فاهمين ما تسمعوش دي قناة النادي الأهلي الرسمية اللي عندها التفاصيل بالمعلومات أتحدى اللي احنا هنقوله حد يقول غيره وانت بقى فيه خناقات شخصية ما بتحبش المجلس الإدارة ده معترض عليه في حاجة ده رأيك روح لأيدي عننا لكن احنا الحقيقة هنا دي قناتكو الرسمية فطول الوقت بنتكلم على فكرة اللي بيعمله الأهلي الأهلي مش مجلس إدارة المجلس أي مجلس إدارة بييجي ده بيبقى بيقود سفينة كبيرة كلها طموحات وكلها بطولات وكلها أنجزات فلازم ييجي يعمل الكلام ده بس يعمل ويعمل على أرض الواقع والألمسة والناس عارفة وشايفة إيه اللي تعمل وده عمل ومن ملاش على حد حاجة اللي بيشو الناس شايفة بعنيها هو ده اللي أنا بقوله فمن هنا النادي الأهلي كان في شركتين شركة ألمانية اسمها ACMDB دي شركة ألمانية واحدة من أكبر الشركات لها سابقة أعمال محترمة جدا عاملة استاد البايرن والاستاد يتلعب عليه في جنوب أفريقيا استاد كمان متميز يتلعب عليه النهائي واحد من الاستادات الكبيرة جدا جدا 2010 فليهم يعني سبقت أعمال وباع طويل جدا في قصة الاستادات وفي دول بتنظم كاس عالم تلاقيهم هم مشاركين في 3-4 استادات فالنادي الأهلي ما جابش أي حد وما راحش لأي شركة راح من أفضل الشركات في ألمانيا الحوار ده حصل مرة و2 و3 و4 والمجلس البعض يسافر منه والناس يجي هنا تقعد تعرض كلامها لا عايزين تعديلنا ده كله بيخذوط هقول لحضراتكم الأمور ماشيت إزاي والشركة الفرنسية واحدة من أكبر الشركات في الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى فمن هنا العمل الجماعي بيبقى موجود برا ما بيش حاجة اسمها أنا بأعمل حاجة لوحدي على عكس إحنا دايما أحيانا هنا نفكر التفكير ده أنا اللي عملت لأ فلان اللي عمل لأ ما بتمشيش كده الناس برا بصوا بيشتغلوا زي دي بيحصل دمج ما بين الشركتين في الأفكار إحنا مكملين لبعض وفي الآخر يتعرض الأمر عن نادي الأهل يقول لا أنا عايز الأستاذ ده خمسين ألف متفرج لا أنا عايزه ستين لا خمسة وخمسين بيحصل النقاش هنا لا طب الدخول والخروج هيتعمل إيه متحف ولا ما فيش متحف في فندق في مستشفى كل ده هعرضه لحضراتكم دلوقتي بس أنا بقول لحضراتكم نوعية الإدارة نوعية الإدارة برا الناس بتساعد بعض شركة بتعمل دراسات اقتصادية ودراسة جدوى للموضوع وكمان الشركة الألمانية هي متخصصة في بناء أعظم الاستاذات اللي بيبقى فيها كل حاجة الحلم اتحقق يا أهلوية الحلم اتحقق اللي كنا منتظرينه وكلنا وحرجع أكرر جملة تاني الجميل في رئيس النادي الأهلي في كلمته النهاردة قال جملة الكل ينحني ليه احتراما إلا أنا في انتخابات بنشتغل لغاية آخر اللحظة علشان الجماهير النادي الأهلي وجماعات العمية وحارض لحضراتكم الكلام أنا قلت لكم كل حاجة بالصوت الصورة وانتوا اللي بتقيموا ومشانا ولي حيجي يكمل بعدنا ربنا يوفقه وحيعمل للأستاذ ولكن الأمور كلها بتبقى واضحة أمام الجميع ده كلام محترم يبقى احنا كده مكملين لبعض يبقى احنا كده ايده واحدة يبقى احنا كده بنتكلم في القيم الحقيقية اللي أنا بشتغل واللي بيجي بقى يكمل وما يخفلش اللي قابليه تعب عمل ايه مين قال غير كده لا دي بقى ناس تانية قالت فيه واحد على السوشيال ميديا فأنت عايز تتلكك تروح جاي جايبه وتقال تضحك عن الناس الحق فلان قال تعمل مقالة مضروبة تقول له اعمل ليه كذا عشان عايز اخدها النهاردة عشان ابتدي اضرب من تحت الحزام ده بيحصل ايوا بيحصل طيب في المؤتمر الاقتصادي كان موجود فيه في مين وكان بريزنتيشن عالمي فيه دول خليج موجودة من كل ما كان في العالم موجودين وسيادة رئيس الجمهورية كان موجود فخر لنا كلنا لما يبقى النادي الاهل في مؤتمر اقتصادي هو النادي الوحيد اللي كان موجود صح ولا من الصح فعشان انا اعرض ملف لازم اكيد فيه لجان وفيه لجان متخصصة بتقعد معهم ايوا حضراتكم جايين تقدموا ايا يا نادي اهلي لا جايين نقدم استاد طبعا عايزين نشوف الورق ولا انا هاخد مكت واروح به احجز مكان اقول لهم انا مقجره ربع ساعة عشان احجز انا بكلمكم بلغة رجل الشرع البسيط اللي انتو بتحبوها وانا بحبها زيكم بالزبط لا الطبيعي اللي انت الناس بتقعد معاك بتعمل اجتماعات عايزين تعرضوا ايه عايزين نعرض واحد اتنين ثلاثة اربعة معانا مجموعة من الشركات الفرنسية والالمانية وبنعرض لحضراتكم اه والله الناس رحبت راح طيب النادي الاهلي ما ظهرش للنور ليه وعايز كل اهلاوي يركز علىنا هقولوا دلوقتي ما ظهرش للنور ليه لان حضراتكم الجميع كان بيتكلم على قانون رياضة الجميع كلنا رياضيين اعلام عاوزين قانون رياضة لكن احنا للأسف فكرنا دايق كلنا لما جينا بنحصر قانون الرياضة حصرناه هتعملوا قيمة عالجماهير اه هو الجماهير هتحضر ولا مش هتحضر طب العقاب بتاع الجماهير ايه طيب ابتدنا نتكلم في بندة 8 سنين قانون الرياضة لامور كتير كلنا منتظرينها ايه هي اللي احنا منتظرينه اللي انت تستسمر فالقانون القديم كان يمنعك اللي انت تعمل استاد واسألوا بقى الفقهاء بتوع كرة القدم طبعا في البعض اللي هم بتوع المصالح وانتوا عارفينهم وانا عارفهم ده مش هيعجبهم الكلام ده يبتدوا يكذبوا وبتاع لكن هي دي الحقيقة قانون الرياضة ما كانش يسمح اللي انت تعمل استاد للامانة وهي دي الحقيقة فالنهار ده قانون الرياضة الجديد بيسمحلك اللي انت تستسمر وتعمل استاد وتبقى موجود وتعمل حاجة تفتخر بيها كنادي اهلي لان انت دايما صباق بتزبق الجميع بخطوات كبيرة جدا وارجعوا للتاريخ كقناة وامور كتير جدا انتوا عارفينها حتى على مستوى الروابط الاهلي ابتدى ده الاهلي ابتدى ده فمن هنا حصل في المؤتمر الاكسادي النادي الاهلي عارض المكتة اللي كان موجود تفاصيله حصل بعدها اجتماعات كبيرة جدا 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 وبياخد وقت ما فيش استاد تيجي تقول ان هعمل لك استاد ايه ده بجد ده الصورة جميلة قوي طب اتفرج على غرف الملابس الله دي تحفة طب ده بص الخروج ومن هنا وحتطلع من هنا وحنبقى زي برة اتفرجوا ده حيتعمل مع الاستاد مطعمين ده الناس هتروح تخرج فيه الاهلوية هو ده عشان اعمل حاجة بالتكلفة اربعة مليار جنيه او خمسة مليار جنيه انتو عارفين بتاخد الده انتو عارفين جماهية للنادي الاهلي عضاء الجامعية العمومية للنادي الاهلي تاخد سنين مش انا اجي اقولك في استاد وفي اللي انا حكيته من شوية فده يبقى بكرة عشان انا عندي خبرة او انا كشادي او كاي حد متخصص بتاخد وقت عشان تطلع صح اي حاجة عن طريق الاجتماعات اللي احنا بنفتقدها عن طريق اللي انا تصحيح مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة ومليون عشان تطلع حاجة تطليق باسم النادي الاهلي لان عشان ملايين منتظرين الحلم ملايين منتظرين الحلم فمن هنا هكلمكم بعض النقاط اللي انا ايتها النهاردة كنت موجود زي ما قلت لحضراتكم مع فريق عملي بالكامل والكل كان بيقايد قلنا نلخص الكلام للسادة المشاهدين عشان يوصلوا يعرفوا الكواليس كان فيها عشان يبقوا معانا في الصورة عشان يعرفوا الحلم بتحقز يعني على سبيل المثال زي ما قلت من شوية قانون الرياضة ما كانش بيسمح النهاردة لقى قانون الرياضة بيسمح وتشتغل وتنجز اللي انت تعمل استاد طيب الفيديو اللي تعرض في المؤتمر النهاردة لكل الاهلوية شافوه والبعض ما شافوهش هنقول لحضر فيه فيديو تعرض سري دي لمدة دي او نص عارفين ده عشان دي او نص دول بياخدوا كم شهر اربع شهور انا بقول لحضراتكم الناس اللي برا ما بتعرفش تكذب ما بتعرفش اناسب فور جي بيتعرض بياخد ثلاثة او اربع شهور فالناس اللي برا بتبقى عندها مصدقية في الكلام ما ينفعش لها تكذب الناس دي ما بتهزرش الناس دي ما بتعرفش تقول لها قول كذا انا بعت لك ورقة اضرب في فلا ما بيعملوش كده والله يسعد دوني بيكلمكم بجد الناس دي جدين في التعامل لان هو عارف داخل الشرق الاوسط وبتعامل مع النادي الاهلي واحد من افضل الاندية واسم كبير في افريقيا وفي الشرق الاوسط وفي افريقيا فانا لما اعمل استاد بالامكانيات دي فبالتالي فيه مزاقية اللي انا بيتفتح لي سوق جديد داخل الشرق الاوسط فمن هنا دراست الجدوة بتاخد قديه يا جماهير النادي الاهلي بتاخد تسع شهور التصميمات الهندسية واللي هي بتبقى قبل الجرافيك اللي حتى انكم بتشوفوه التصميمات البسيطة بتاخد من تسع شهور لسنة عشان التصميمات بس وتعدل فيها برضو بتاخد لها خمس ست سبع تمن شهور فالنهاردة على ارض الواقع الحلم بقى حقيقة بالفعل مستحيل اجدب على جماهير النادي الاهلي ومستحيل انافق جماهير النادي الاهلي شفنا بعنينا الكلام ده وشفنا التوقيطات وكلمة كلمة الناس في البرزنتيشن النهاردة انا مش عايز اعرضوا لانه تزع في النادي الاهلي وتزع مرة تانية فبالتالي مش عايزين نكرر عايزين نشرح لهم الامور لكن الكلام ده كله والتوقيطات اللي انا بقول لحضراتكم دي توقيطات مهمة عشان نحطوكو في الصورة معاني بقول لحضراتكم التصميمات الشركة الهندسية اللي هي قبل الجرافيك بتاخد تسع شهور مش بروح مكتب سكسيكا ولا بابني تلت دوار وقول لك خلاص انا جبتلك الوراء بعد يومين يلا نعمل استاد ده الاهلي الاهلي لما يشتغل يشتغل مظبوط والاهلي يشتغل يطلع على حاجة مظبوطة والاهلي ما بيروحش هي مش فكرة بعمل قودة وصالة ده استاد ده حلم واللي انا عايز اقول له حضراتكم عشان حضروا اكتقوا معنا في الصورة ده مش بين يوم وليلة ده اخد سنة وسنتين والكلام ده كله بتشوف منتج بعد اجتماعات فيه ناس بقى تقعد وهو ده الاهم اللي انا عايز اقوله يجي اقول لك عملت مش عارف عملت ايه افتتحت جبت التجمع الخامس ده ما هو عرضتلكم بالفيديو الحج محمد أبو مردتش اجيب غيره عشان هو مش في انتخابات جبت الحج محمد أبو الرجل قالك احنا بنشتغل من النهاردة على التجمع الخامس كلام ده من امتى من سنةين ونصف ثلاثة وهيكذبوا ليه فالنهاردة والناس بتقول وهي بتعمل ده احنا بنسلم نجحنا هنكمل ما نجحناش اللي بعدين هيكمل لان احنا جايين نغدم النادي ده كلام محترم ما يزعلش حد ولا يداي اي حد وكله حيادية الحيادية الحقيقية طيب ايه كمان اللي انا عايز اقوله لحضراتكم عايز اقول كان فيه كلام مهم جدا في المؤتمر بعيد قبل كلام معرض الكلام المهم اللي قاله رئيس النادي الاهلي عايز اقول فكرة الاستاد كلنا هنبقى فخرين بيها ليه لان البعض اللي بيحاول يعمل واقعة ما بين النادي الاهلي ومؤسساته وحتكلم بمنتهى الامانة بمنتهى الامانة واتحد اي حد في كل جملة انا هقولها دلوقتي يعترض على انا اقوله هي دي مبادئ النادي الاهلي الحقيقية المؤسسة العسكرية لو لا المؤسسة العسكرية كنا هنعاني وانا مش بنافق عارفين ليه عشان البنية التحتية اللي موجودة الاهلي بيلعب فيه والنادي الزمالك بيلعب فيه كل الاندية بتلعب فيه اللي انتم ما تعرفوش كان فيه موافقات والاهلي بيروح يلعب في الاستادات دي كلها وقبلهم وكلها الحربية كنا هنعاني عشان البنية التحتية فالنادي الاهلي هنا بيساعد الدولة بعمل الاستاد وانتم ما تعرفوش مين اللي حيبني الاستاد المؤسسة العسكرية وقول لحضراتكم على حاجة عايت قالك ثلاث سنين لا عايت عمل في سنتين وانا بقول لحضراتكم الاستاذ طرق الجندي المسؤول عن قصة الاستاد دي واللي بيعمل اجتماعات واللي تابع الشركة الالمانية الرجل قال ده قالك المؤسسة العسكرية ان شاء الله في خلال سنتين بالكتير قوي ثلاثة هتلاقوا استاذ للنادي قال لي الحلم بقى حقيقة يا اهلوية الحلم بقى حقيقة كلنا فخورين بدا سيبوكم الانتخابات دلوقتي لكن عايز اتكلم على جملة قالت الكواليس قالك فيه احد المسؤولين بدون مسكر اسماء اكيد انتم عارفين اكتر مني تلع اعتزل المؤسسة العسكرية عشان العبس الانتخابات بنهاجم وزير الشباب والرياضة وازاي يبقى فيه هجوم على مؤسساتنا الشرطية والعسكرية كفاية عبس ده الاهلي هيحصل فيك كده الحياة داين تدان الحياة داين تدان بعمل كده النهاردة بكرة هيتعامل فيه كده وابقى حسس بالقلم بس ساعتها اللي بيعمل كده هيبقى قعد لوحده ويقول انا كان بيتعامل فيه كده اتعامل فيه كده وعايز المشاهد يحكم عقله لو شادي محمد بيجذب عليكم الشغل اللي انا عرضته لحضراتكم والصور دي ممكن بنشوفها في ثواني بالتصميم والجرافق والتنصيق وده بياخدت داين وقت بياخدت داين وقت انتو حضراتكم الحكم بياخدت داين لكن عايز ارجع لموضوع لما اجي خاطب مؤسسات كبيرة مفيش موظف ولا مدير يتكلم غير رئيس الاهلي ايا كان هو مين اسمه لما موضوع يرتبط بالاهلي ومهم وفيه مؤسسات كبيرة مفيش حد يطلع من مزاجه وفي الاخر نطلعه بطل ايا كان مين اسمه لو انا لو قناة الاهلي ما طلعش اعتذر عن الاهلي اسأل رئيس الاهلي الاول لو هو كابتن حسن اسأل الكابتن حسن لو هو كابتن صالح اسأل الكابتن صالح لو هو الفريق مرتجي اسأل الفريق مرتجي لو هو الكابتن عبدو صالح الوحش أسأل الكابتن عبدالصالح الوحش لو هو الكابتن محمود الخطيب أسأل الكابتن محمود الخطيب مش دي الأصول أنا بقول لكم حكموا عقلكو فالعبس اللي شغال بتاع الانتخابات يجي يقول لك إيه ده النادي الأهلي كان بيعادي المؤسسات ومؤسسة العسكرية والأهلي مش عارف انتقد مين عشان نقل لي مين إيه ده إيه ده النادي الأهلي أنا بتكلم على الكرسي أو منصب رئيس النادي لما يجي يتكلم مع مؤسسات كبيرة ومحترمة وما ينفعش ننتقدها اللي غير بحدود وما ينفعش اللي نكلمها اللي غير بخطابات رسمية علي لنا رئيس الأهلي هو اللي يقول منصب رئيس الأهلي كان اسمه مين لكن أطلع من مزاجي أقول وفي الآخر هو ليه رئيس النادي الأهلي ما قابلش أنه الصح أنه الصح الصح لما تتعامل مع مؤسسات لما تيجي تعمل مشاريع قمدت رئيس النادي أول حاجة رئيس الأهلي أشوف أستأذنه يا فاندي ما نطلع أقول الكلام ده أقول ولا ما قولش يا فاندي فيه موضوع ده خطير والدنيا هنا وقفة أقول ولا ما قولش يقول لك اطلع أقول واحد اتنين تلاتة اربعة بالاتفاق مع مجلس إدارته يرجع لمجلس إدارته يتكلم ده الأصول وده هبت الأهلي ودي مبادئ النادي الأهلي اللي أنا بتكلم فيها طول الوقت مش عايز أخرج عن حلمنا الكبير قوي لكن بقول لكم اللي الواحد اتعلمه على مدار دلوقتي في خلال أيام هنكمل عشرين سنة داخل النادي العظيم المحترم سواء لعبين أو عضو جمعية عمومية أو سواء محب للنادي الأهلي بتشوف كلام غريب ما تعلمناه وشوف الآخر أن أسمع اللي الكلام اللي أنا بقوله ده اللي عمل كده هو اللي صح يا سلام يا سلام يا سلام الكل قيمة والكل رمز لكن في حدود وفي مبادئ حقيقية داخل النادي الأهلي لما جاء خاطب مؤسسة مش من دماغي يعني على سبيل المثال بندافع مثلا عن الجماهير حصل مشكلة مع وزارة الداخلية الأول أكلم المدير التنفيذي في النادي لا يا فندم حصل الكلام ده فيه خطابات ولا لا لو هو الموضوع أكبر كابتن شادي استنى نرجع لرئيس النادي نشوف يقول إيه هو ده زي النادي الأهلي حقولكو سريعا كده السيستم السيستم الحقيق داخل النادي الأهلي أمركو سمعتو العيد بيقابل عضو مجلس إدارة أنا مبلعبش في النادي الأهلي هل ده حصل ما حصلش عارفين ليه لأن السيستم ده الأهم ده الأهم داخل النادي الأهلي وهو ده اللي بيعمل قيمة الأهلي وهو ده اللي بيعمل مبادئ النادي الأهلي وهو ده اللي بيعمل السيستم العمل الترس عمره ما حيتغير لأن أي مخلوق بينجح وأعضاء الجماعية العمومية يختاروه بيجي بيدخل في سيستم العمل والأهلي اللي جوا بتاعه ينجح أي حد صدقون بس بتحتاج أفكار بتحتاج فكر تدخله بتحتاج تخرج برا الصندوق عشان تقدر تطبق الجديد والتطور فمن هنا حرجع تاني اللعيب بيروح لمدير الكورة ومدير الكورة بيروح للجنة الكورة او المشرف العام على الكورة والمشرف العام بيروح يقين لجنة الكورة مع مجلس الادارة بعد كده هو ده سيستم العام موجود ايوة طبعا موجود اتهز لا ما حصلش في حاجة فهو ده اللي انا بقوله فمن هنا حرجع بقى الموضوع الاساسي الحلم بقى حقيقي عايزين نبقى فخورين بده ونبقى كلنا مفسوتين وكلنا نقول مبروك التجمع الخامس وكلنا نقول مبروك حلم الاهلوية استاد النادي الاهلي من اللي ينفزه اللي بكرة ينجح ينفزه ونقوله مبروكه كلنا في ظهرك ونبقى معاك واللي ربنا ما يحلفوش الحظ هنقوله انت ابن من ابناء النادي الاهلي وربنا يوفقك في اللي جاي بس تساند ما تبعدش ودخل جوه نديك زي ما رموزنا كانوا بيعملوا قبل كده هل الكلام اللي بقوله ده في حاجة غلط اكيد ما فيوش حاجة غلط ان هو ده اللي تعلمناه بالفعل داخل النادي الاهلي هتكلم حاجات في امور كتير جدا داخل الاستاد عشان تبقوا فخورين لان قلتلكم البرزننتشن كنت موجود حافظ في حاجات كتير لكن تعالوا نسمع كلمة رئيس النادي الاهلي كان بيقول ايه النهاردة احنا بقنا سنة ونص شغالين بجد في هذا المشروع ورأيت ان يكون انا وزملائي ان تشاركون هذا الحدث امام الرأي العام فالمشروع ملك اليكو ملك الجماهير النادي الاهلي انفق في اموال وبذلنا في جهود كثيرة كل من هو في ادارة النادي الاهلي سواء مجلس ادارة او ادارة تنفيذية او مستشارين قد شاركوا بمكهود جامد في هذا المشروع حتى يخرج الان المؤمن وحصل فيه شغل كتير او كل خطوة كنا بنعملها كنا ندرك ان اعضاء النادي الاهلي وجماهيره لا يقبلون الا بان يكون الاهلي هو رقم واحد فحصل شد وجذب كثيرا مع الشركات المتعاونة معنا والمتعاخدة معنا عشان هذا المشروع وان شاء الله المؤتمر اللي جاي نبقى بنعلن عن حجر الاساس النادي الاهلي واشكركم شكرا جزيلا عايز اقول لحضراتكم ده كلام محترم شغل محترم على الارض فانا وانا الجملة اللي سمعتها اكتر حاجة اسعدتني او كنت مبسوط جدا جدا منها وفيها قيمة حقيقية النهاردة لما سمعت يهد فين انتخابات القرار في ايد الجامعة العمومية انا جيت هنكمل ما جيتش الي بعديا ان شاء الله نقول لهم مبروكوا يكملوا وده الطبيعي بتاع النادي الاهلي وده الامتدات الحقيقي اللي بيجي بيكمل وما تقلش غير كده الترويج من ضرب الحزام ده غير مقبول وصدقوني اللي بيطلع يهاجم وينتقد ينتقد يخسر اللي عايز يكسب يحترم الماضي عشان اللي بعد كده الناس كلها تحترمه لكن يطلع يهاجم مرة واثنين تخسر على الارض يصدقونا بخبرة سنين طويلة كمان اللي أنا عايز أقوله هو مش استاد بس الجميل اللي انت بقى النادي الاهلي سام في البنية اللي التحتية الرياضية يوقفيه استاد على أعلى مستوى بتتكلم في أكاديمية رياضية موجودة على أعلى مستوى بتتكلم على مستشفى للنادي الاهلي موجودة والناس قالوا كده بتتكلم على فندق بدل من النادي الاهلي بيروح يسرف ملايين في اللي انت تقعد وتسافر ومعسكرات وتروح عندك ملاعب رياضية الألعاب الجماعية كمان فيه مول تجاري تستفيد منه تستفيد منه ده النس برة ماشي ده من سنين محلات تبيع منتجات النادي كفاهات تروح بتستمتع باليوم مش راحل انت النهاردة مباراة وخلاص وده أكتر حاجة أسعدتني كمان تخيلوا انت داخل كل رموز النادي تكلمه في ده يبقى داخل فيه متحف النادي الأهلي ببطولاته القديمة وبطولاته الجديدة اللي كل شارك فيها مش مهم بقى مين مش مهم من الاسم مين يعمله الحلم تحقق هو ده اللي أنا عايز أقوله أخدت خطوة خطوة كبيرة فيه فانت تدخل للأستاذ وتروح تتصور مع تاريخك وتعيش مع رموزك وتسمع تاريخ نديك ويبقى عندك الكسات موجودة كلها لأن النادي الأهلي مفيش مكان للبطولات والله ما فيه مكان مفيش دولاب للبطولات انت محتاج ألف دولاب عشان تاريخك كبير وتاريخنا كبير تاريخنا بالفعل كبير فمن هنا مش مهم مين يعمل المهم الحلم يتحقق بتاعنا كلنا الكل حيجي يخدم صدقوني فده كان مهم جدا لأقوله حضراتكم هو مش فكرة استاد وخلاص يبقى عندك مستشفى على أعلى مستوى تخدم الجميع يبقى عندك فندق يبقى عندك 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 كل حاجة والجميل فيها أنا عرفت اللي التكلفة عالية جدا بتكلم في 4-5 مليار جنيه عرفت بعض الأمور المهمة اللي فيه شركات بتساهم معك في ده فالشركات بتبقى الحاجات دي بتأجرها جوة وبأرقام كبيرة لأن الشركات الكبيرة بتتعامل مع رجال أعمال مع ناس برا مصر بياخدوا الحاجات دي تتعدى المئة ألف دولار والمتين ألف دولار جمهور النادي الأهلي ساهم في بناء الأستاذ ده إحنا نساهم كلنا أقول الأستاذ ده أنا ساهمت فيه لو فيه ساهم أخده واللي أنا سمعته النهاردة في البرزنتيشن لو أنت بيترح أسهم أخذ الساهم أعلقه وحطه ببرواز وأسرتي وكل أسر الأهلوات يبقى فخورة بي وأحفادك الأستاذ ده كلنا شاركنا فيه المانع المانع يبقى فيه حلم نشارك فينا كلنا بدل ما نقول كل الحاجات الحلوة دي أعود بقى أقول مين العمل مين اللي جاب لأ أنا اللي عملت لأ أنا اللي جبت لأ ده ما عملت لأ ده ورن لأ ده بويا لأ ده مش عملت شغالين إحنا كبار إحنا كبار جدا وإسمنا كلنا كبير وحرجع أقول تاني وتالت ومليون دي مش شركة سكسيكا في آخر جامعة الدول عشان تعمل غرفتين وصالة لأ ده مش كده لأ صدقوني ده مشروع ضخم طيب أول ما تقل أستاذ وفي بعض رجال الأعمال الكبار في الدولة اتقل اللي هم مثلا مع فلان أو علان مش شغلتي كل واحد حر مش هي حرية مش فيه لعيبة أيدت وفيه نجوم أيدت وفيه ممثلين أيدت وفيه مش عارف كل ده طبيعي جدا كل واحد حقوا كل واحد حقوا وفيه أعضاء جامعية العمومية في الصندوق ادخل اقول عايز مين براحتك انت 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 اللي بتجيب وانت اللي بتمشي ده اللي أنا تعلمته ده اللي أنا عرفه وده اللي حضراتكم كلكم تعرفوه لكن أول ما يقولك الأهلي هيتباع انتوا بتحقوا على مين مين ده اللي بيع الأهلي انتوا تفكروا الأهلي ده جمهوره عشر عشرين ثلاثين كل واحد ماسك دف جمهور الأهلي بتتكلم في خمسة وخمسين مليون مين يقبل أهلي اتباعه وتمشي بقى تلاقي واحد ليه مصلحة عايز يرجع له عيني القناة والتاني مش عارف عايز يعمل انا بكلمكم بمنتقى الأمان الناس دي ما بدرش ترد علينا لأن بالورقة والقلم عارفين كل حاجة تلاقي واحد تاني عايز يجي رئيس تحرير شغال مطحنة عايز يفارم نفسه الأهلي بيتباع وتتروج ليها لأ من ده اللي يبيع الأهل طب حوريكم صور كده وعشان تقتنعوا بكلامنا لأن احنا ماينفعش الكلام أنا بقول لحضراتكم طول الوقت باجي وعهدتكم الحلقات اللي فاتت وأقسمت على الهوى مفيش غير الحق حيتقال على الجميع لكن فيه صور هي اللي تتكلم تعالوا نشوفها مع بعض تفضل قادي الصورة دي تويتا بلاش النادي الأهلي خالص ده الحج محسن تنتوي مرشح ليه اشتغل في النادي الأهلي قبل كده وكان شخصية محترمة جدا جدا والنهار ده مترشح على رئاسة نادي السيد مكتوب ايه الأستاذ رجل أعمال الشهير نجيب سويرس محسن تنتوي صديق العمر والعائلة التي تربط في بيتها وخريج المدرسة الألمانية المكتهد والمنظم والأمين وسأدعمه أيضا هو والنادي نادي السيد كده حيتباع كده نجيب سويرس حيبيع نادي السيد ما تتحكوش على الشباب الصغير على السوشيال ميديا عيب أنا بكلمكم بالمنطق والعقل طول الوقت أنا بقول لكم فكروا معايا ما بجيبش حاجة من عندي إحنا على طول أبديت مع كل حاجة موجودة تويتها دي من شوية إيه رأي حضراتكم يبقى كده نادي السيد هيتباع والناس تصدق والشرارة تطلع من أصحاب المصالح إدرب تلاقي اللي بعدها على السوشيال ميديا تلاقي الشباب يعاني دخل تلاقي يعاني التعليقات خارجة تلاقي بعد كده انتقاد تلاقي بعد كده شتيمة تلاقي بعد كده هديت كيان النادي الأهلي بجمل ما ينفعش الله تتقال ده يقولك النادي الأهلي بيباعوه وهيتباع والبند مش عافي محتود وتلاقي واحد يعاني كان متعلق لورقة مع كابتن حسن حمدي ما يدخلش النادي بيقاتل يعاني والله العظيم دي الحياة كاتب الأهلي بيتباع الحاوية أهلوية الحاوية أهلوية إيه اللي بيحصل ده جماعة يا جماعة ما بنعرفش نفرح ليه بقول لكم استاد كنا بنتكلم بتجمع خامس وحجر الأساس آدي الصورة قاعدين الناس في الجنين نادي السيد وبيتفقوا هيبيعوا اللومة وبيتفقوا المدن الاجتماعي اللي ورا ده رايكوا نهدوا وعملوا فيلا وبسين للولاد لأ ونادي السيد بيقول له بقى بقول لك إيه بص الحوار ده حصل فيا بقى الحاجة محصلة تنتوي يقعد مركز وبيقول له هنعمل إزاي ده الأعضاء حيموتوني فرح جاي قال له بطب نخش عن طريق فرقة القرى مبعا وأنا بهزر ما تصدقونيش اللي اكتب الكلام ده اتحاكوا عليه زي ما أنا بهزر كده الأهلي وابتدين تبقى نغمة يعاني والناس تسد تبقى نغمة والناس تسد والله ده الأهلي ده كبير ده تاريخ ده حاجة محترمة مستحيل انت النهار ده درب من تحت الحزام كل حاجة كويسة نشوفها سودة كده عيد مش عارفين نفرح مش عارفين ما بنعرفش نفرح والله ما بنعرف أنا بقول لكو ولا جبنا اتكلمنا انتخابات ولا ايها بكلمكو حلم الأهلوية اتحق الحلم بقى واقع في خلال سنتين بالكتير قوي ثلاث سنين انت خلاص وقف على موافقات وحيحصل تطوير الصور انتو شفتوها ده ممكن حصل تطوير سريع فيها لمسات أخيرة ده مش كاملة بالمناسبة عشان يبقى أمين مع حضراتكم ولكن الحلم بقى واقع الحلم بقى واقع تعال نشوف رجل عمال الشهير نجيب سويرس سأل ايه في المؤتمر النهار ده ونرجع على حضراتكم اشتركوا في القناة واي حاجة محتاج لها سعب فيها والحقيقة المرة دي الانتخابات صعبة قوي لان الفرقين فرقين كويسين كلهم من ابناء النادي وكلهم بيحبوا النادي ده فمش هنازل على قوي مين يكسب يعني لان جماعة وماية مش هتطلع حد وحش ابدا يعني للنادي ده انا منحز اي وارا منحز يعني عشان بس محدش نقطع الشك بالياخين يعني وكيد نظري ان احنا كرجال عمال مش عيب ان انا نحزل واحد راجل عمال لان احنا مش شغلتنا هي الادارة والمسألة النهاردة انتم شايفين مسألة مش مسألة بس يعني للعب كرة ورياضة كرة يادة ورياضة بس مسألة فيها شق مهم جدا وده تحدي عيب كبير جدا استادة عبادوا عشان تبوا عارفين انتم تبتتكلموا بربعة خمسة مليار جنيه عشان مشروع زيادة يتم عشان يتم محتاج برضو فريق قوي وانا شوفت الفريق اللي مع محمود ومش لوحد وكلهم ناس محترمة ومش اقول حاجة على الفريق التاني كلهم محترمين برضو ويعني نرجو ان وحاجة حلو قوي ان يبقى فيه منافسة بالمنظر بقى يعني بتديني اعمل ان اللي هيطلع لازم هيبقى هيطل حاجة كويسة جيدة انني ده احسن نبي في مصر شكرا النادي الاهلي لا فيه بند مش عاب في المادة ايه انا مش عارف ايه لا الاهلي خلاص حناخد فريق دي الكرة ونشتريها وناخدها تبقى بتاعاتنا الراجل قال جملة مهمة جدا قالك ايه انا مش جاي اشتري الكلام اللي انا ويقولها الراجل هو مبتسم اكيد متابع كل حاجة فقالك النادي الاهلي انا بحب النادي الاهلي وساعده في اي وقت لكن انا مش جاي اشتري خلصت بقى دات من عندي ربنا عشان تسكت مش هتيجي رئيسك هنا تاني عشان انت زمال كاوي ايه رأيكم مش اتوا بقى بتزعلوا انا بقولكم فيه ناس بتقعد تتكلم شعرات اللي بيحب نادي الزمالك رح يشتغل في نادي الزمالك من اخر عشان الشرارة بنعرف بتطلع منين وبنقعد بنركز وبنشوف تمشي واحدة واحدة تروح الاول كده صلت التحرير يلا مع بعض كلنا وتبتدي تتروج والمفروض حضراتكم تصدقوا واحنا كمال نسي لكن انا حقف عندك كلام الجميل اللي خلص انا مش جاي اشتري ده من كلام الراجل اللي انتهاموه فيه مجموعة يا جماعة مصر فيها ناس كتير محترمين وعاشقة للنادي الاهلي واي اهلاوي حتى لو هو رجل عمال من حق وتيجي تساند وما الاهلاوي ازاي تيجي وتساند ده الاهلي بيت كل الاهلاوي فمن هنا الراجل تاني انا مش جاي اشتري بحب النادي الاهلي واسعده في اي وقت ده كلام محترم وهو عشان كده طول الوقت بقول لحضراتكم ده وقت ريبة وقت كلام كتير ووقت كل واحد يمشي من هنا يروح هنا ووقت واحد يروح مش عارف يعمل ايه يروح اجتمع انا معاك ويروح للنحية التانية لا انا ما احنا بنشوف الكلام ده فده انا بعرض لكم كل حاجة بلخص لكم بحاول لما يبقى فيه اي اي افنت نجهز كل حاجة لحضراتكم ونلخص لكم الدنيا ده التلخيص كله كمان عندي حاجة جميلة شفتها النهاردة بس عشان نخلص من قصة الاستاد او الجملة اخيرة يا اهلوية الحلم بقى حقيقة كلنا فخورين بدا وكلنا فرحانين بدا ولازم اي حد يمثل من دي الاهلي يتعب بسرعة عشان يحقق لنا ده عايزين جمهورنا وبقعد في استاده عايزين جمهورنا احب يبقى فخور في مكانه دخول وخروج دي تفاصيل بسيطة عايزين جمهور الستاد الحاجات اللي اتقلت لنا وشفناها في النهاردة في المؤتمر تتنفذ عشان ده النقلة الطبيعية والحقيقية اللي لازم الاهلي يبقى فيها من زمان هو ده اللي الواحد بيقوله لكن كل التحية والتقدير لكل رموز النادي الاهلي من 1907 لغاية 2017 الكل تاعب الكل اجتهد وما قدرش اكون اروح على اللي هما مش اعضاء هم اساسي وعمود فقر في النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي الوفية الف الف مبروك الحلم ان شاء الله هيبقى حقيقة على ارض الواقع كمان قريب جدا جدا نروح نشوف اتقل ايه عن قصة الستاد وبعدها عندي تفصيلة ثانية عايزة عرض حضراتكم صورة او نروح نشوف تقرير اتقل ايه وكمان فاصل وبعدها ارجع اكمل جزء اخير عشان استضيف ديفي الاستاذ عمر كمان موسيقى ده مش اعلمي ده لو تم انا اتبقى مفخارة لمصر كلها مش لادي الاعلي بس ويا ربنا يوفاهم وإن شاء الله يتمى بإذن الله ده الفا好的 ده الفكر يما يكون الناس رجال أعمال بتفكر غير يما يكون الناس كل استراتيجية بتاعتهم يجيبوا اتنين رجال أعمال يصرفوا على النادي واخد برحضر لا النادي الأهلي كبير قوي يعني يعيش على الشعادة النادي الأهلي لازم يبلي استراتيجية وتنمية موارد واخد برحضر فرجال الأعمال يما جموا فكروا الناس اللي بتفعن بقى في الإدارة واخد برحضر داك فكروا العالم ماشي ازاي وازاي نقدر نستفيد من الاستراتيجيات العالمية واخد برحضر داك للنهاردة ما حدش فيه بنها استاد على حسابه واخد برحضر داك لا انت بتجيب شركات ضخمة بتعمل مواصفات عالمية المواصفات دي أهم عاجة بيها ان انت لو حبيت تنظم اي بطولة عالمية انت تريد مارك المواصفات دي هي اللي تقعهلك اهلي دايما صباق في كل حاجة والاهلي هو عماد القرى او عماد الاندية في مصر هو عماد المنتخب في توريد العيين فهو يبقى ليه الاسبقية والريادة في بناء استاد اضافة للبنية التحتية لمصر يعني لما الاهلي يعمل استاد ويجي بعد كده الزمالك يعني ايه غير ويعمل استاد كلها اضافة للمصر بحيث ان ما يجوا تفتشوا زي ما جم فتشوا في عشرين عشرة على البنية التحتية بتاعت مصر لقوها سفر والله سيد النادي الاهلي ده مهم جدا انا شايف لازم ده لازم يتم بأسرع وقت لان النادي الاهلي مش اقل من انديها كبيرة جدا في اوروبا وانت شايف مالشستر ينايتد شايف مالشستر سيتي شايف ليفردبول كل واحد ده استاد خاص وحاجة روعة يعني فده شيء مهم جدا 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 للنادي الاهلي واللكرة المصرية طبعا الخطوة عظيمة جدا 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 ولو هي فعلا في حيث التنفيذ يبقى افضل حاجة عملت في تاريخ النادي الاهلي كل عضو سواء كان سجنه كبير او سجنه صغير في النادي الاهلي كان بيتمناها فلو هي فعلا في حيث التنفيذ يبقى نرفع القبعة مليون مرة لمجلس الاداري الموجود اما لو كانت للدعاية الانتخابية عشان قبل الانتخابات باسبوع يبقى متشكلين قطل الله خيركم ونشوف جيرا يا عدو جماعة وميا نفسي طبعا اشوف استاد الاهلي نفسي يبقى متشت الاهلي كلها في الاستاد ده ان شاء الله دوري بقى كاس افريكيا يعني يا مساهل يا رب اشتركوا في القناة النادي الاهلي وكمان فيه بعض المواضيع اللي عايزة اتكلم معاه فيها النهاردة التناول الاعلامي وفيه انتخابات ووقت صعب جدا وكل الامور دي هنتكلم معاه فيها لكن خلونا ارحب بيلو سيد عمر كمال برحب بحضرك الزعان اهلا مشاهلا كابتن شادي لشرفك ومع حضرتك ومع مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان النهاردة اليوم مختلف شوية متدربك كل حاجة بنقولها على الهوى كان في بعض الامور بنجاز بعض الحاجات فبعتذلك لان انت تستحق من الاعتذار انت يا صديق عزيز نفيش ايها تزاور ولا اي حاجة انا باجي هنا عشان اصحابي واخواتي اللي زي حضرتك وبنقول اللي احنا عايزين نقوله مش عشان احنا في قناة الاهلي بنشكر في اللي موجودين في الاهلي احنا بنكلم على الاهلي وكل الاندية وكل الاتحادات وبنتكلم بعيدا عن الرياضة وبنتكلم في الرياضة حوار مفتوح طيب بتشوف ازاي عبتدي مع حضرتك نقطة نقطة بعيد عن حلم الاهلوية اللي انا من وجهة نظر انا هستأذينك انا دوانت بعض الحاجات برا بس هستأذينك بس انت قلت بمثلا الناس اللي برا ما بيكذبوش تمام انا بقول لحباك لا مين قال كده انت كده حكمت على كل اللي برا ما بيكذبوش وحكمت على ما قلتش ده ان يعني فيه نسبة كبيرة بقى ان الكدب عندنا الرسول عليه الصلاة والسلام ويعني وذكرها تيجي قريب يوم الخميس اللي مش جاي ده اللي بعده بيقولك المسلم يقتل فيما معناه قال يقتل المسلم يسرق قال عليه الصلاة والسلام يسرق المسلم يزني قال يزني المسلم يجذب قال المسلم لا يجذب اذا مش من صفات المسلم انه يجذب ولا من صفات اي انسان فبرا فيهم اللي بيكذب وفيهم اللي ما بيكذبش لان انا عنصري شوية بالنسبة للجنسية المصرية هنا في ايوة عندنا نسبة كذب ولكن برضو بيكذبو وإلا ما كانش حصل اللي بيحصل في الاتحاد الدولي لكرة القدم والتغيرات والفساد والناس اللي بتتسجن ده بس في الاتحاد الدولي قيص على كده بقى الحروب اللي بتقوم والضرب اللي بيحصل واني يقول لك ده مش عارف يضرب كيماوي ده ما بيضربش كيماوي وده كله كذب في كذب فعندهم كذب وعندنا كذب وعندنا صدق وعندهم صدق تمام هكمل على الجزئية دي الهدف من اللي انا قلته عشان البعض المشاهدين او كل المشاهدين مايفهموش غلط ان في فرق بالله انا بجيب شركة ودي النواية بتاعتي بجيب شركة ملهاش سابقة اعمال ملهاش خبرات ملهاش تاريخ لكن الشركات اللي موجودة بنكلم في استادات عالمية هم عاملينها فمن هنا كان قصدي وانا كويس اللي انت اتكلمت عشان نوضح الصورة للناس اللي انت جايب شركة لها سابقة اعمال لعندها خبرات كبيرة جدا حتى على مستوى الشركة الفرنسية بنتكلم في الدراسات الاقتصادية شغالين في الصين وشغالين في كل حتمان يعني اذا قالوا انهم مالوا قطر بس عندهم 8 استادات من الـ 12 استادات في قطر شغالين في الصين الصين اللي هي غازية كل العالم من مقوار البتنجان والكوسة الى السواريخ واللي ازاي نونة بيطلع الفضاء فاشتغلوا في الصين فانت جايب ناس بيشتغلوا في الدول دي وجنوب افريقيا وفي الاستادات بتاعة المونديال فان انت جايبهم وجايبهم يعني مش دولة ده انت جايبهم لنادي فنادي بيناطح دول نادي بيخش كتف بكتف مع دول في انه هو يعمل هذا الانجاز ولكن خليه اطراح عليكم وانتوا عاملين يعني بما انك في منظومة الاهل وانتوا عاملين المؤتمر ده قبل الانتخابات بيزوع الشغل دوت بقاله بنتكلم سنتين ونص بسعة المؤتمر اللي تتساعد تمام احنا مش بنا لعب يعني ولا لعب يعني انت ايه اللي يسأل السؤال ده ولا انت تجاوب ولكن من السفة انه هو يتقال على حاجة زي دي يعني انه هو ايه دول عاملين المؤتمر ده قبل الانتخابات بيزوع يعني الناس دي مثلا فضية انه هم تيجي والنبي تعالى احنا عدنا انتخابات فعيدكم تزبطوني مش عارفين من السفة اني تقالي الكلام ده يعني عارف انت عايز تدخل في منافسة شارسة في انتخابات ولكن ما تتعاملش معي زي اكون انا جمهور بلاش كاتب صحفي ولا بتاع ما تتعاملنيش بهذا السفة في التفكير ما تتعاملش معي باننا سقف عقلي محدود في ان شركات بهذا الحجم فاضية ان هي تجيلك في المؤتمر وهياخده مثلا على بوابت النادي الاهلي ارشين ومش عارف ويطلعي ولا هتعملهم اضوية شرفية سنوية لا الناد دي جاية عشان مش عشقا في النادي الاهلي الناد دي جاية تعمل استثمارات جاية تكسب منك فلوس جاية تبني لنفسها بانت في جنوب القارة جاية تبني في شمال القارة بانت في شرق العالم جاية تبني في قلب افريقيا جاية تستثمر مش جايين كده وده مش برضو بسبب اسم النادي الاهلي فقط. ولكن ده أنا عن نفسي كواحد بعشة اقتراب البلد دي إن شاء الله يعني ما كونش يقول الكلام ده أو أنت إن ده بديك ثقة الاقتصادي للبلد دي. إن ده دي جاية الأستاذ ده يتبنيفة دي. ده قطر بني الدولة رقم واحد في العالم على مستوى الغاز وعندهم أموال بيحضفوا بيها بالسفة مش قادرين يبنوا التمن ولا الاثناشر الأستاذ في الناحية الزمنية بتاعتهم ومسخرين كل الإمكانيات المالية بتاعتهم وجايبين شركات وجايبين دول وجايبين حتى العمالة من برة زي ما احنا بنقول إن هم بيعملين يعني قهر للعمالة الأسيوية وإنت بالتأكيد الاستاذ ده هيتبني على مراحل ويتفتتح فيه مراحل. فإذا إنت عندك مش أقل من ست لثمان سنوات يعني ناس تصق في الاقتصاد المصري ناس تصق في إدارات النادي الأهلي. جي فلان جي علان يسقوا في هذا الأمر. فده يعني يبان لك إنه منظومة ولما أنت حركة تكلمت في المقدمة أني ده حصل في المؤتمر الاقتصادي. النادي الوحيد اللي تم دعوته في هذا المؤتمر الاقتصادي هو النادي الأهلي. ولا هو النادي محمود طهر؟ النادي الأهلي. النادي الأهلي. كان المهندس محمود طهر موجود. كان مش موجود كان هيجي رئيس النادي الأهلي. طبع. ت Stitch depois. عرض هذا المشروع في المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ اللي هو مش مؤتمر الاقتصادي رياضي فقط في كل مناحي لمصر بتستعرض عضلاتها اقتصاديا وزراعيا وصناعيا ورياضيا للعالم تعالوا هنا استثمروا عندنا احنا دولة دعية للسلام دولة قوية من ضمنها ومن احد اهم رموزها الناعمة النادي الاهلي واخد بال حضرتك فلازم ده يقاس بعقلانية وما يستخدمش في اعمال انتخابية للتشويش لان ده بيسيء اوي ويعرف يعني انا كنت كلمت الزميل اللي جايبني في القناة واحد مصدوم عارف بيجيلك انت وصلت للحظة التشويش هو انت مش عارف تحكم على الامور كده من كتر التلفيق يعني انا لسه برجين من على محور 6 اكتوبر لقينا الكابتل احمد سليمان عمل سرادك كبير جدا قدام نادي الزمالك ونادي الزمالك مع كامل التقدير والاحترام له ككيان رياضي كبير في مصر ضلمة خارجين برا النادي تأملوا ندواتكم ايه ده ازاي ده فالامور في الصحة الرياضية يعني يشبها كثير من اللغة ويشبها كثير من الكذب اللي حضرك قلت عليه في البداية يكون المؤمن كذبا او انت قلت لي بقى او انا هرد عليه مش ممكن مش ممكن والاسب بيبقى فيه كل حاجة ممكن فلاوه في الاخر الحساب عند ربنا سبحانه وتعالى بيبقى وده المطلع لها ربنا سبحانه وتعالى ربنا مدي للانسان ترمومتر يشوف اللي قدامه ده كاذب ولا صادق عشان يفهم منه عشان ايه في حاجة اسمها اه القانون لا يحمي الغافلين وايضا القانون الرباني منيجن ربنا في الاخر اصلا ده دي حكي علي كان عندك قلب تمام وقلب هنا ايضا ان انت تحكم به محدش يضحك عليك طيب انت كنت هبتدي مع حضرتك بالحدث الاول خليني في الحدث التاني اللي حصل النهاردة استاد وحلم النادي الاهلي اللي اتحقق على الارض الواقع انت وقفت عن النقطة وسألتني هو ابتدى من امت قلت لك المؤتمر الاقتصادي شرحت على سبيل المثال وانا كنت كاتب مع فري العمل على سبيل المثال اربع نقاط مهمة جدا قانون الرياضة القديم ما كانش يسمح لك والكل كان اللي انت بيقول لك ما بتعفش تستسمر جوة نديك ما بتعرفش ما بتعرفش النهاردة بتعمل استاد بيعملك دخيل كبيرة جدا جدا بالقانون الجديد فمن هنا بتددت ربنا يستر عليها الاسترشادين اللي استعف تعمل بي هجيلك واحدة واحدة قليد ده رقم واحد رقم اتنين هقرلك المكتوب قدامي يعني مثلا دراسات الجدوة بتاخد تسع شهور التسممات الهندسية اللي هي قبل الجرافك بتاخد من تسع شهور لسنة وبعد كده كمان الجرافك لما يدخل فيها كمان عشان تظهر بالسرعة حاجة شهر بتاخد لها اربع او تلات شهور كمان فانا بتكلم فيه شغل وفيه سفر بتروح للناس وتجيله متعتارد لا فيه كذا اخطاء وكذا الناس بتيجي مصر انا شرحت شوات حاجات عشان ده فيما يخص الجملة اللي انت قلتها طول الوقت الحاجة الجميلة لازم نشويها لان احنا حاولنا نوصله السادة المشاهدين اللي كل ده بيبقى فيه توقيتات عشان تطلع الحاجة محترمة ومزموطة طب تسمعلي في حاجة كمان والمؤتمر الاقتصادي اللي تعمل في شرم الشيخ مين اللي خنقائم بيه الدولة المصرية مش وزارة شباب مش وزارة اقتصاد ده الدولة المصرية كمان سيادة رئيس الجمهورية عندنا ايتم تاني للمليون ونص فالدام لما يكون فيه ايتم تاني لبناء المفاعل الزري في الضبعة لما يكون عندك محور تاني في اكتشافات الدهب في حلايب وشلتين وهنطور المنطقة دي ازاي وهنعمل فيها مينة تاني لما يكون عندك المنطقة الغربية وهيبقى فيه جزء لمرشة متروح بالمنطقة الغربية دي كلها تطوير لما يكون فيه النادي الاهلي ده يجي يقول لنا القصة دي ما معناه ان حتى قبل المؤتمر الاقتصادي كان فيه ناس بتشتغل يعني انا مش اجي اقول لك ايه يا نادي اهلي اصلا انت عندك 40 50 مليون مشجع ولا روح اجيب لك مكت خلينا نروح للنادي الاهلي مش اروح اجيب لك مكت ورح جاي يحطه تعال ناقش وانت بتتكلم انا بقول لحضرتك دولة دولة هي اللي بتتكلم فالدولة عرفت ان النادي ده قبل المؤتمر الاقتصادي بيه شهور انه بيفكر في هذا الشأن وبيحاول يطلع به طب تعالوا هاتوا النادي ده والمسؤولين عنه نناقشهم قبل ما يطلعوا قدام الضيوف فطوعنا اللي احنا هنجيبهم من بره احسن يعني عفوا يقلوا بينا ولا يكونوا هيقولوا اي كلام فالدولة اقتنعت بالتفكير بتاع الناس دي والناس دي مش بتعملوا كومفلاش عشان والنبي ده خلونا نستمر لا ده طلع انه هو ده أنا بقيس لحضرتك بعقليتي انا ولا كنت تعد مع دول ولا دول ولكني اثق في القادة السياسية اللي فيها المشير عفتاح السيسي رئيس الدول فالراجل بيعمل واسابات كبيرة فعايز يعمل واسابات ايضا بالنحية الرياضية لان هي بترمومتر ومرأة رائعة للحالة المجتمعية يعني انت مش هتقول لي مثلا طبعا احنا مش هنقيس دب ده ولكن انت مثلا مش هتقول لي الصومال اللي بيحصل فيها انفجار كل يعني ربنا يعينهم كل شوية ده هيعملوا ملعب هناك لا خلاص مفيش ملعب ما تجيش لقول لي العراق مثلا حتى بالملاعب اللي يبدأ الرياضة بتلاقي فيها ولكن ما تجيش تقول لي طب تعالى نعمل كده دورة في العراق ما فيش كلام من انما تيجي تقول ده هيحصل في مصر تمام ليه عشان عندهم واحد اثنين تلاتة عندهم امن عندهم قوات مسلحة عندهم شرطة عندهم شعب ابتدى يفوق وابتدى ان هو يخاف على بلده الله ده عندهم رياضة الله ده انت فيه ناس اصلا الرياضة دي رفاهية زي مثلا المؤتمر القيرا السينمائي ده اللي هو حاصل دلوقتي وافتتاحه النهار ده ده فيه ناس بتتفرج على فن ده فيه ناس بتتفرج على رياضة ده فيه امان الله هو هيقعد على الكرسي ده لما يكون فيه امان فدي حاجات بتقوم على بعضها الى جانب ان معلشي انا مش عجبني حالة طبعا الفرقنة احنا دول يعني فخرنا 14 الف سنة في التاريخ حضارة بس عندنا بالتأكيد حاجات يعني ماهنا عنصري للجنسية المصرية ولكن بالتأكيد احنا مش ملايكة فما ينفعش ناخد من الفرقنة كل البناء اللي احنا عملناه وناخد فيه انتخابات الاندية والاتحادات ان كان فيه بعض الفرقنة مش كلهم ان هما كان يجي اطمس المسلة بتاعت الكابتين شاري محمد عشان امسح تاريخه واقول ده ما عملش حقيق حاجة طب يا سيدي ده فيه 20 او 30 سنة من عمر مصر تحت مسؤولية هذا الفرقن لا ده مسح فده حصلة دلوقتي فيه الانتخابات بقدر كبير في ان هو ايه تعالى نمسح اللي عملوه في النادي ده او في الاتحاد ده ولو جم تكلموا طب نقول احنا اللي عملنا وهم كانوا ماشيين ورانا معجبتنيش قبل التصرحات دي وتصرحات من الناس كانوا مسؤولين في الدولة في وقت من الاوقات طيب بتشوف ازاي وص عمر انا بكلمك في بريزنتيشن كنت موجود فيه واعلم تماما كل حرفة ألفه وكان لحظة بالنسبة لي تدعو للفخر النادي الاهلي مش لحد عايز اتكلم انا اتفرق قريبا من كل القناة ان بنتكلم في مستشفى موجودة بنتكلم في اكاديمية موجودة بنتكلم في متحف للمدي الاهلي بنتكلم في جامعة بين الاهلي بنتكلم في جامعة والكلام المفاجأة بقى وده الخبر حيبسط حضرتك ان اللي هي شارك بشكل كبير جدا لمؤسسة العسكرية وانت عارف لما بنسيكوا حاجة في خلال الاربع سنين اللي فات او التلات سنين اللي فات وحاجة بتقال تلات سنين لا سنتين والكل متحمس للموضوع لان دي نقلة مش للاهلي بس نقلة المصر كلها اللي انت يبقى عندك استاذ بالشكل ده وبالتفاصيل والداخلية اللي واحد سمع الكلام كان مفخور بيه بالفعل يا شهيد الفاضل هو انتو حطين المسؤولين في النادي الاهلي حطين مشلوجا على النادي انه نادي الاهلي نادي الوطنية نادي الزمالك رح اقيل نادي الوطنية والشعب تقريبا حاجة زي كده ما معناه ان النادي ده مش بتاع افراد ان النادي ده بتاع اعضاء جماعية عموية تقريبا 350 الف حاجة زي كده الى جانب المقاييس اللي عملها النادي الاهلي مع الشركات الالمانية والامريكية والفرنسية اللي جات قالك ان الجماهير بتوع النادي الاهلي وانا بحب اصدق العين في حدود زي ما حالك قلت 45 او 50 مليون تمام يعني ان ده مش لفئة او عرق او جنس قليل في البلد لا ده ده شريحة كبرى في البلد ولما النادي ده يتعامل عفوا الاستاذ ده يتعامل بالتأكيد هيديك مساعدات لتفكير وحلم ان لما تيجي تعمل كاس عالم هتروح عادد من ضمنه استاذ القاهرة استاذ كلية الحربية استاذ السلام استاذ النادي الاهلي ده لو في عاصمة واحدة او استاذ الماكس او استاذ بورج العرب يمكن ربنا يكرم في استاذ الزمالك في اشكال من هاد الاشكال يبا ايذا ده مش معمول لنادي هيلعب على ماتش او 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 اسد عمراء انا اسف المكاتح جاءت حاجة في دماغي والله انت بتكلم عشان منساش لازم اقولها ده وهما بيقدموا المؤتمر بدليل اللي ناس عايشة من وجهة نظرة عارفة تاريخ النادي الاهلي وعارفة كمته وعرفة جماهيره بيطل المؤتمر خصوصا الشركات الأجنبية مبروك على ماتش مبارح قالوا كده يا كابتن شادي ايوة انا اعترضت على ان حالك بتقول ليه مش كدبين وانا وحنا دلوقتي فهمنا الناس دي برضو لما بيجوا ويرموا مجهودهم ويرموا فلوسهم ويرموا وقتهم لازم اقيس الظهير بتاع المشروع ده انا هعمله مع طرف الطرف ده حلمه كبير يقدر يعمله ولا لا فالناس دي ما بتلعبش زي ما احنا ما بنلعبش عشان ما يبقاش الناس دي بس فهم بيجوا يقيس كل حاجة جم قاسوا شعبية النادي ده جم شافوا شعار النادي ده اللي هو النسر قال لك حتى دخلوا في تفاصيل تفاصيله ان هو نفسيا عبارة عن ايه وسألوا الناس في جماهيره وقال لك ده جناح بيحمي تاريخه وجناح بيحمي مستقبل وربطوا بين ده وده فالناس دي لما بتيجي تشتغل بتبقى عايزة تطلع ليه قدام بعكس بقى اللي انت بتعمله دلوقتي اللي انت ككابتن شادي محمد بتعمله اللي هم مضيعين لك مثلا حوالي خمسة وسبعين دقيقة من وقتك فان انت بتقول يا جماعة بلاش تضربه فيه انجاز يا جماعة بلاش تقوله كذا كذا عارف ده ايه ده بتاعنا كلين عارف ده ايه والناس ما تفتكرش ان انا على طول بربط السياسة بالرياضة بكلام من ده بس هي الرياضة والدلوقتي الدنيا ملعب كبير زي ما قولنا ان الله يرحمه يوسف فاهبي كان دولك مصلح كبير الدنيا دلوقتي ملعب كبير الرئيس لما يجي يفتح لك مزارع سمكية وهتدخل لك سمك تلاقي على طول ده فتحه الساعة 12 الده الساعة 4 اشتغلت خلايا الاخوان المسلمين والخلايا الارهابية وراح تطلعت لك اي حاجة تانية سلبية فالدولة بدلا ما تحاول بقى تخش كده تروح توقف وتحاول تفاهم الشعب ان الكلام اللي تقال ده كدب مش عارف نيجي نعمل استثمارات ايه عند محوال قناة السويش يروحوا مطلعين في دماغة الناس في برسعيد ده هيبيعوا البلد وهيمنعوا وهيحطوا الجمال ي Mergeux sovereign فيه ويروح معدليه او هو ده اللي انت عملته ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممEM فتبقى بتحارب العنصرية والفتنة الكروية بدل ما تفكر في هذا التفكير راحهم واخدينك مرش دير واخبط عشرمائة عربية ورا ده انتوا عاملين ده مش عارفين ده الشركة اللي انتوا جايبينها دي ولا ده مش شركة دي شركات ده اللي انتوا جايبينهم دول ده انتوا جايبينهم من على القهوة في أتينا ودول اللي قال البنبطية وما يعرفوش اي حاجة وقفوك واخروك كتير جدا 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 المطلوب عشان الناس اللي واخد سلوجن الاهلي فوق الجميع في ناس طلعت الشعار ده في وقت كان سليم جدا جدا وبيتقلم من القلب بعد كده بقى لبانة وبقى كل واحد زي ما بيجي يربط الجرفاطة اه افتكر الاهلي فوق الجميع اقول الكلمة دي الاهلي فوق الجميع عشان الجمهور مش حافي الكلمة لازم تتقلم القلب لازم تتعمل بيها مش ايه اقولك ايه الاهلي فوق الجميع زي ما كان بالضبط مرشي واسموه دوت والمرشد اتكلم على الشهداء اتكلم على الشهداء فاكر اللقطة دي فلازم لازم الناس تشتغل اساعد يا اخي لو انت اللي انت هتركب الحصان وتشد به يا اخي اساعدك يا اخي بلاش احطيلك مهموس في الحصان فيتقلب بيك في اللي جاي مش انا بقول الاهلي فوق الجميع فين بقى اللي انا بقوله ده فين اللي انا بعمله ده طيب هتجاوز ده انا ابتدت نطر حصان بالخطوة التانية خلينا ارجعلك الخطوة الاولى من ايام بسيطة نادي الاهلي جاب فرع في التجمع الخامس خمسين فدان برضو كان مشروع مبتدي وكان فيه تركيز خمسين ولا تمانية واربين خمسين طيب باشا خمسين فدان في التجمع الخامس وهعرض لك صورة عشان اسمع تقليلها حضرتك وانت تعلق عليها البلان بتاع المشروع موجود الشكل جميل وتقال جملة هرجع كرارها دلوقتي ان المهانس محمود طهر قال وقتها وقال النهاردة كمان كرر الجملة مرتين الكلام ده دي خطة موجودة مش مهم انا لو نجحت هنفذ الشغل اللي احنا سعين عليه وعدنا بالناس لو ما نجحتش اللي بعدين هيكمل الشغل ده وده الكلام المحترم اللي احنا بندور عليه وللوقتي وبدأ بالتأكيد أصلا أستاذ أحمد عرض لنا الصورة لأستاذ عمر النهاردة فيه البلان ده جنجوه النادي النهاردة فضل ده فين ده فضل ده تقولي ده التجامعة الخامس اه ده المكتة دي صورة دي صورة انا افتكرتها فيديو انا افتكرتها فيديو اه صورة تمام المكتة بتاع المشروع ده كله بعتزرا من شوية انا ممكن اكون غلط فمهم جدا انه وضح برضو ده المكتة داخل النادي القلي وقت لي صورته من بره محطوط ازاي وحاجة هو ده الواحد بيدور عليه تعمل حاجة طليق بالنادي القلي الصورة تبقى جميلة تخطف عنه عجبني عد من الفريق مرتاجي والرحل العظيم عبد صالح الوحش والرحل العظيم صالح سليم وفيه فيه ناس مش رؤسة بس غزام زي طارق سليم ده واحد يعني حقه ياخد الرئاسة الفخرية في وهو مش موجود على قيد الحياة ياخد الرئاسة الفخرية للأهلي انا عمري محنسل الموقع بعيد عن الكورة وهو على كورسي متحرك تعبان وبيعاني من المرض وكابتن حمادة يتوفاه الله ويكون اول واحد يصمم يروح لكابتن حمادة ايه الشهامة وانه نبل وانه اخلاق الرئيسية وده نموذج الانسان المصري الخطير والرائع هو ده النموذج اللي اللي الواحد يتعامل معاه وكان نفسه يتربى على اكتر من كده حتى ولو من بعيد لبعيد هو ده اللي لما كان بيلف مع مقاوية النادي الاهلي وتجده بيطبع قبلة من مواطن اصواني شايل ابنه على جبين طرق سليم استاذ احمد لو سبحت انا اسف على المقاطعة رجع لي الصورة الاخيرة عشان استاذ عمرو بقى معنا في الصورة عشان ممكن ما يكونش شاف الصورة دي رجع لي الصورة اللي قبل دي على طول الشكل اللي العام اللي هو معروض داخل النادي الاهلي دي حاجة محترمة استاذ عمرو بص شكل اللي انا اسف على المقاطعة مرة عشان الصورة ما تروحش مننا الصورة جميلة اوى صورة عمرو حاجة مشرفة طبعا دي حاجة فخمة جدا 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 باذن الله باذن الله باذن الله لما تتعامل لان هي هتضيف لمصر مش للنادي الاهلي فقط هتضيف يا اخي جمال لمصر هتضيف لما يبقى فيه نازلة بالطيارة من فوق تشوف مصر الجميلة دي اللي منورة بخدار هتضيف لما يبقى فيه بطولات بتقام هنا بتبقى بمنحي اخرى يعني هتضيف مناطق مش عشوائية بتجمل مصر انا يعني طبعا في مكاني ده بتكلم بتحفظ جميل جدا جدا لان انا ما بحبش ان اقول اهلي 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 ده بتاع كنت انا كجمهور كنا باهلي اسماعيلي زي ملكاوي زي ما يكون بس فعلا ده اقول لك انا دايب عايز تتكلم على ده هت هت لعيبة من نادي الاسماعيلي هت لعيبة من نادي الكحات اسكندري هت لعيبة من الجونة هت لعيبة من الرجاء هت اعضاء من الولمبي هتقيس ما مدى النعمة اللي ربنا بيديها لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الاهلي عند هؤلاء الناس التانية دول بيتمنوا ان هم يكون عندهم الحاجات دي وانا متأكد ان هو بيغتبط جمهور الاهلي في ان هو واعضاءه في ان هو ايه ده ايه الفخار ده وايه الجمال ده وايه الملائب دي وشوف كم ملعب وشوف كم حمام سباحة وشوف كم منطقة خاضرة بس احنا بتتكلم حتى هذه اللحظة على اه 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 امكتات عشان برضو الناس ما تبقاش تقولك ايه هم بيبعوا سمك في مية ولا ايه لا امه هو عشان تشتري السمك وتصطاده لازم تعمله مزرعة ولازم تحفرله ولازم تشتري مصر بتبني والاهلي بيبني ده من وجهة نظري في خلال التلات سنين اللي فات واللي انت قلته صح ايه ان الاهلي في المقدمة دائما وابدا وهو ده مش بمزاج الاهلي هو دي خلاص بقت ختم على نصر النادي الاهلي على الشر الاني الاهلي ان هو لازم يعمل كده عشان يشد العربية بتاعة الرياضة المصرية تلاقي الزمالك عايز يعمل الملعب تلاقي الاسماعيلي بيطلب بالمحافظ ما تدوني في الاسماعيلية جديدة منطقة تلاقي الاتحاد سكندري عايز ياخد في برج العرب ليه لانه شاف الاهلي بقى عنده فرقة في مدية نصر بقى عنده فرقة في شيخ زايد بقى عنده فرقة في مش هيبة بقى خد خلاص الارض واستلمها في التجمع الخامس ده اشياء جميلة للغاية في ان ناس بتشتغل وانا قلتها ومش بزايد ان انت عندك مكانين او تلاتة في البلد بيشتغلوا بقوة يعني بجد لو مصر تجسدت كده في ست باهية جميلة هتقبلهم واتخدهم في حضة اللي هو بدون مزايدات القوات المسلحة اللي هي بتشتغل ليل نهار وبجانب الدفاع ومحاربة اهل الشر والدفاع عن مصر وبتبني في اماكن اخرى واظن والفوارق محفوظة من الجانب الاخر النادي الاهل في ادارته واتقول لي يعني انا واخد مليئة ويدارس اللي انا بقوله مش وزارة التربية والتعليم مش صحة مش 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 فيه ناس بتشتغل ولكن انا بشتغل على وبقول على كلام على ناس عندها ظهير وعندها تاريخ من هذه الانجازات القوات المسلحة في مجالتها الكبرى في الدفاع عن الوطن بره وجوه في استشهاد رجالتها في دلوقتي ومش دلوقتي ده بقى لها فوق 50-60 سنة في التصنيع في الزراعة في ان انت عارف تمسك نفسك لو حد عمل لك حسار اقتصادي محدش يقدر يعمل لك ده عشان رقق قوات مسلح نفس القصة في النادي الاهلي اللي انا من فترة اعوز بالله ما تكلمتها من فترة كبيرة طالبت ان ما تبقاش مباراة كل انت كنت فيها 90 دقيقة وقلب بتبقى في افريقيا مستحيل ده يحصل لازم الاهلي يبقى سفير هناك لان ما انت تروح تلعبه في الكاميرون ما بتبقاش ماتش بيبقى جمهور عاملي اذا من الممكن جدا ان وزارة الخارجية تستخدم الاهلي بامكانياته بشعبيته في الربط مع القرار الافريقية في مناطق اخرى الماتش ده شيء رائع للغاية شوف في الكتب عن الاهلي مجرد قبل ما يوصل المطار انا متذكر جدا تلاقي الصحف كلها بتنبقى ما بلاقي استندات موجودة عليها الصحف الكاميرونية زي ما طلت في جاروة ونيجيريا ونيجيريا وغانا يا راجب ده لما الاهلي كسب انا ندهشت بان الجمهور بيشيل اللعيبة انا عايز اقوله حاجة لحاجة الصحف كلها بتاع تكتب عن نادي الاهلي بتفرد له صفحات كبيرة لا يجب ده استغلال ده حي ده تاريخ وفلوس ما ينفعش ان فرقة تروح تلعب تسعين ديه وخلاص على كده بيكتب علينا في صحف ده بفلوس لازم نستغلوا بفكر وزارة الشباب تشتغل تعمل بروتوكولات مش تبقى تعمل بروتوكول وزارة الشباب مع الازهر الشريف فين البرتوكول مفيش مع وزارة البيعاء التعليم فين مفيش لازم تبقى النادي الاهلي هو مسافر منتخب مصر هو مسافر الزمالك هو مسافر الاسماعيل بس يعني بلاش الناس تزعل هي يا ربنا كاتب كده فيه ناس لها شعبية كبيرة لازم تستغل دي الاهلي ما جابش ده من بره الاهلي ده طالع من مصر رايح بره بيتكتب عليه قبلها بيومين ثلاثة بيتكتب بعدها بيومين ثلاثة لازم ده يستغل لازم ان انت ازاي تعمل رابط بين الطفل الجزائري اللي هناك واللي هنا من خلال النادي الاهلي ما يجيش يستنىك في المصر الجاي عشان يحضر لك توبة لا يبقى عايز يمسك عالم الجزائر وعالم مصر يبقى ده بيعملوا في نيجيريا يبقى ده بيعملوا في انجولا يعني بعد انت روحتوا اليابان ولقينا في يبانيين بيمسكوا ده كان بيعملوا الفرعنة زمان طيب هستأذن حضرتك هنطلع فاصل سريع وبعدها هنرجع بتقرير عن الناس قالوا ايه على التجمع او اعضاء الجمع الامية قالوا ايه عن التجمع الخامس ونرجع نكمل حوارنا مع الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عمر كامل حاجة تفرع وتوسيع جديد لنا دلاله وهتقدم العضاء المقيمين في القائرة الجديدة وتقلل الضغط على الفروح ادارة اللي شغالة دي الوقت واخد بال حضرتك ادارة مش بتفكر في نفسها واخد بال حضرتك لو هو عارف انه ممكن الانتخابات اللي سبوع الجاي ما يبقاش موجود واخد بال حضرتك لكن بيفكر في النادي واخد بال حضرتك بيضمن له شيء في ايده واخد بال حضرتك ان النهاردة ان انا بفتح الفرع ده للمستقبل بقول للناس اضمنوا زي ما ايه اللي عابلين اخد مدينة ناصر اللي عابلين اخد الشخطية ايه بضمن لكم فرع رابع انطلقوا انا موجود انا مش موجود اللي هيجي يكمل المسيرة اعضاء النادي الاهلي منتشرين في ربوع الجمهورية اتمنى ان يبقى فيه فرع النادي الاهلي في اسكندرية عشان جماهير الاهلي في اسكندرية ومحبين الاهلي في فضوميات يعني انت واخد بال كل ما زودت الفروع كل ما بقت برضو اضافة للاندية في مصر خطوة كان لازم مهمة جدا ان انت شايف عدد اعضاء النادي الاهلي لو جيت بسط لعدد الاعضاء مع مصحات المقارات الحالية فده كان شيء لابد منه لان المساحات الموجودة الفعلية في نادي الجزيرة او نادي الستة اكتوبر ما تكفيش يعني لو كل تخيل لو كل العدد ده جي مرة او او حصل تزاحم او او فده طبيعي جدا ان عدد الاعضاء بيزيد عدد الاعضاء كبير جدا فده لازم ان يكون في او او نادي جديد وفي مكان مهم جدا في القاهرة الجديدة و او ده كان يعني خطوة ببيرة جدا يعني شايفة خطوة كويسة جدا اعضاء النادي الاهلي ما شاء الله لو عملت 100 فرق وفي كل محافظة فرق برضو اعضاء النادي الاهلي اكتر فدي حاجة جميلة جدا جدا فوق الوصف فانا اتمنى ان في فترة ريبة يعني احنا راجل كبير في السن اتمنى ان انا نشوف الحاجات دي خطوة جيدة موانس محمود طار يعني كل فترة يورينا انجازاته اه طبعا خطوة جيدة جدا جدا طبعا ان شاء الله يبقى فرع من اعلى الفروع في المستوى ان شاء الله باذن الله اشتركوا في القناة صحف الكبير وستاذ عمر كمال طول الوقت بيشرفني وينورني ببقى مستمتع اكيد برا وستاذ عمر عندي ملفين مهمين لازم اسأل حضرتك فيهم بعد اما شفنا الشغل الجميل ده للاهلي والاعداء والجماهير وسواء استاد او سواء تجمع خمس اكيد الاستاد نتكلم عن حلم لكل الاهلوية مش لفقة معينة وكلنا واحد بالمناسبة ونتكلم على تجمع خمس التوسع ونقلة جديدة في تاريخ النادي الاهلي اللي انت لازم تتوسع وده طبيعي جدا عشان الدولة بتبني والاهلي بيبني دي وجهة نظري تطلع عليك بعض الاراء اللي انت معرفش بتيجي منين القصص دي من هو انا مش عارف يعني المفروض بقى فخور بدا تلاقي فجأة النادي الاهلي هيتباع وفي المادة بتقول ايه والمادة عشرة وابتاع واحد ده ده حيرجعوا في كلامهم عشان انا قلت يعني انت قمتك ايه فالكلام ده بنشوفه وليه بتجي بدل ما تبقى فرحان تلاقي الاهلي هيتباع وابتدي يتروج لده والناس تصدق وعين الشباب قاعد مش مصدق ومش عارف حاجة وبحكم الثقاف برضو اللي هو بيمشي ورا الكلام ده ومش عارف اللي دي تفاصيل انتخابية البعض بيستخدمها ولكن الحقيقة اللي احنا بنقولها لحضرتك هل انا بقوله ده حقيقة الاهلي هيتباع او الاهلي اللي عبتوا هيتباع وتبقى مش عارف الكلام الفارغ اللي احنا بنسمعه طيب شوف حركة كابتن شادي بعد ايذن حركة يعني هو على المشاهد ان هو ما يصدقش اللي حتى احنا بنقوله يعني اللي انا بقوله ما يصدقه انا بقول كده داين فكر علي ان هو يفكر وعلي ان هو ربنا مدينا عقول والباب وان هو بالعقول والالباب داية ان انت ممكن انتصل الى اللي وصلوا في صغورس ونيوتن وابن سينا وغيرهم كتير يعني بالتفكير ولكن ما تصبح عقلك بالكسل وتدي احنا كلنا فلاحيين وكلنا صعادة يعني عندك الراجل ما بيون صفح ما لهم من اسكندرانية العامة ما هم دول فلاحيين صفح بامبطية أنا خلالي اسكندرانية ما بلاش بلاش نقول المثال دا المركب لما بتربطوا الصبح بيبقى في حبل وبترميه الهلب في الميا ما تقولش دي برضو لا ليه عليها محمود طقر الله فما ينفعش ان انت تكون مركب قصم وتدي حبلك دا الحد يشدك ينين يشدك الشمال يوديك بحرابيض يوديك بحر احمر يوديك في حتة فيها طالع امواج 3 متر ونص و4 متر وهتغرق خلي الحبل بتاعك معاك خلي تفكيرك في دماغك ما تخليش حد يقولك روح يمين وروح شمال فكر لان ربنا اناعم عليك عن كل المخلوقات بين نوع اداك العقل والاختيار اللي بيتعمل في انتخابات الاندية نيش الاهلي بس وانتخابات الاتحادات اجزعم ان احنا جالنا فيروس من الاخوان في انه هو انت اخذ عمل تطوعي ده لكل القوائم وكل الجبهات عشان ده عامل لي ارتكارية في دماغ ده مش عمل تطوعي ده عمل تطوعي انت عايز بتقنع الناس ان انت الافضل اختنعوا بيك اختنعوا بيك ما اختنعوش على فكرة اريح لبالك ان هم ما يختنعوش بيك هتدي وقتك لأسرتك هتدي وقتك لشغلك هتدي وقتك لاخر حاجات تانية كتير تاخد منها ثواب وحسنات اعمل عمل تطوعي عجبتني كلمة انت قلتها مش معنى ان انا انت داخل انتخابات كابتن شدي محمد وانا كعمر كمال وانت انجحت وانا ما وفقنيش مش خسرت ما توفقتش ان انا روح راكن وما روحش المكان اللي احنا داخلين في انتخابات ده ما اجي وساعدك يا اخي ولو انت كنت وحي شفوكها وسدت انا بكره كلمة يقولك معارضة معارضة كلنا واحد معارضة ده اصلادي عمل تطوعي انا جايب باخدم ايه الناس فيها ايه معارضة هي انت مش هتاخد اه نادي سين هتاخده في ناحية تانية تقول لا لا مش يلعب في الدولة المصفية ده يلعب في الدولة الاسرائيلي ما انتش بتعمل ده انت ما بتغيرش الكل بيحاول يفكر انه هو يتقدم بالنادي ده لقدام عايز ان انت وانت في المنصب تساعد ساعد بالتأكيد عايز وانت برات ساعد ده الناس كعضاء جماعية عومية هيحبوك ويقدروك اكتر بس كمان اللي ينجح لازم يفتح الباب للتاني ما يقفلوش الباب في وشه صح ويعلق له على باب زويلة المشانق ويجي يسلخ الجماعة اللي كانوا معاه وكلام من ده لازم ان هما كلهم يبقوا في بوطقة واحدة اما بقى ان هوك بيع ومش بيع وما شابه يا اخي افطرد ان انا رجل شطان مش فيه اعضاء جماعية عومية مش فيه ناس كل سنة فيه جماعية عومية بتحصل مش فيه لو قرارات زي كده هيحصل ان اللايحة الاسترشادية اللي اسقطتها اللاجنة الاولمبية دي على رأس الاندية زي الهم مش فيه بيترجع فيها مش فيه هتعمل تاني اللايحة خاصة بالنادي بتاعك على كل الاصعيدة انا ازعم انها طبعا مش ازعم تصريحات الاتنين المرشحين وحتى فيه بعض المرشحين الاخرين مستقلين بيقولك هيتعمل اللايحة خاصة بالنادي وهيتم دعوة الناس عشان تبقى ليها يا اخي يا اخي خلي اعضاء الجماعية العمومية ما يسيبوش الحبل بتاع المركب بتاعهم لحد بالتأكيد هيقولوا وهيضعوا ثقاتهم ولو وضعوا ثقاتهم في حد طالما هم وضعوا ثقاتهم يبقى هم درسوه يبقى هم فهموه ولكن بلاش يتخضوا وانا بقى طالب من خلال قناة النادي الاهلي اللي انا تأكد ان نسب مشاهداتها رائعة للغاية يعني انا بركب بركن عربيتي واركب ميكرو باس ميني باس اوتوبيس مترو الاقي كل شي مش اتا كنت هنا فاست ده بجانب المقيس اللي انتو بتقسوها في الشركات فاتمنى من اعضاء الجامعات العمومية لاندية مصر وبعد كده ملكة الشباب وبالاتحادات ينتبهوا لمن خلفياتهم اخوان مسلمين ينتبهوا لده جدا وكان تاريخهم مع الاخوان المسلمين كبير ودلوقتي بيحاولوا يلبسوا اقنعة وبيزهروا لك باشكال تانية سواء بقى تجار سواء مصنعين سواء مسئولين سابقين ايا من يكونوا يدرسوهم واقبل مش ايديهم اقدمهم بلاش تدخلوا هذا العنصر في الرياضة المصرية لانه بيحاول ينفذ منها مش بقى نويب رئيس نادي ولا عضو مجلس دارة مش بس يحاول بينفذ منها لأقول ابنائكم لو انت عايزت بيه عقل ابنك ان انت بتاخده كده من المدرسة وتحطه في سيبه في النادي وبقى انت بقى ترجع تجيبه تاني اعمل كده انتبه لالاخوان في مراكز الشباب في الاندية في الاتحادات ودول موجودين بكثرة وموجودين وبيصرفوا صرف بشكل شنيع عشان يحاولوا يخشوا تاني دي من ناحية من ناحية تانية بقى اللي هو يقولك بيع اهلي ومش بيع اهلي ما نظنش اعضاء الجمال العمومية بتوع النادي الاهلي بهذا العقلية اللي هي تقاد بهذا الشكل طيب نقطة المهمة بالنسبة لي كمان حضرتك اشتغلت في الميديا كتير وبرامج مهمة منها صباح الخير يا مصر والبيت بيتك وبرامج كان لها شعبية وجمارية كبيرة اشتغل فيها كمان مزعين محترمين ببطل يو 27 وقناة الاهلي وقناة النادي الاهلي بس انت كنت بتزاملك القناة ايضا كنت بأخونها ايضا من الشخصات الجويلة اللي هو على الهواء ملتزة وبرى الهواء ضحك وهزار وتاريخ ويقعد بيقمش بس هو دلوقتي رجل في منتهى الجديد اللي احنا بنحبه على الشاشة السيد عامر سؤالي الأخير لحضرتك التعامل الإعلامي وخصوصا في الانتخابات راضي عنه ولا لا وبتشوف انت اكيد بتتبع مرشحين خصوصا بقى في انتخابات النادي اهلي ومناش دعوة بأسماء احنا بنتكلم بشكل عام اه انا بشوف من وجهة نظري انا انه في البعض يطلع اقول برنامجة كتكلم اقول هتعمل ايه الجماعة العمومية اكسب ثقة الجماعة العمومية زي ما الاهلي علمنا لكن بشوف البعض بيخرج نجد 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 فده بيخصر انا ده انا عايز اعرفه انه جزئتين دول من حضرتك الجزئية الاولى التعامل الإعلام ايه رأيك فيه كمان الجزئية التانية الظهور لما تظهر لان في البعض بيعتبرها لديه ادوات انتخابية بمعنى ايه ادوات انتخابية ادوات انتخابية انت النهاردة انا نازل ضده استاذ عامري مثلا فلما اقول سلبياتك انا بكسب ارضية عند الجماعة العمومية طيب شوف حضرك يعني وصلك طيب قبل الاعلام في الانتخابات بتاعت الاندية والاتحادات اه انا بقى انتسب الى هذا القطاع سواء الاعلام المكتوب او الالكتروني او اه التلفزيوني كارسة كوارس مصر في الاعلام مش في الرياضة بس كارسة كوارس مصر واللي مؤخرانا واللي بتسبب ارتباك شديد للغاية وبتسبب عدم افاقة الشعب وان هو يشتغل قدام في الاعلام اعلامنا للأسف بكل مناحيه بكل مجالاته اه يعني محتاج يبقى عندنا ضمير اكتر من كده بكتير جدا جدا وانا وده الكلام موجه ليه انا بس انا كمان يعني انا مش بقول لا انا كمان انا محتاجي عندي ضمير اكتر من كده محتاجي عندي احساس بمسئوليات الكلمة اللي بتكتب واللي بتتقال واللي بتنزل يا اخي حتى على صفحتك على صفحتي لازم يبقى ليها مسئولية اكتر من كده ادعوا في كل المناحي يا رجل دال الاعلام بيلدرب فيه القوات المسلحة بيلدرب فيه الشرطة يا رجل دالا اعلام بيلدرب فيه ما بيرجعش مثلا مأسوقنا في التعليم يا رجل دال الاعلام بيصاعد اشياء سلبية في المجتمع وبيجعلها رموز للاطفال والشباب وبيسفه العلماء وانظماما الشهداء الدول بيركنهم على الصف ولو ذكرهم تريدون بيذكرهم كده ولو ذكر الآخرين بسلبياتهم تريدون بيذكرهم بأعمدة مش عارفين لا الهيئة الوطنية للإعلام عليها دور كبير للغاية والرقابة الإدارية عليها دور كبير للغاية وأنا بأطالب من هنا وبالتأكيد صوتي هيصل إلى رقابة الإدارية والهيئة الوطنية للإعلام أنهم يرجعوا ما يصدر في الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية لأن في حاجات كثير فيها بتكتب وبتنقل وأنا ممكن أكون بعمل ده ووضع تحت طائلة القانون أنا كعمر كمال إيه راجعوا ده لأن بيتحط حاجات بتبقى إعلان ومش إعلانه بس وكمان بتزيد الفتن فتن كروية وفتن بين أشخاص وبعضها وفتن كثيرة للغاية وأنا بأنتقد بشكل كبير جدا الانتخابات ولكن بعد كده سبحت بحمدها ليه؟ لأنها بتكشف لي أشخاص كثيرين للغاية وبتكشف إزاي أنه هو مرتدي قناع حمل وملاك وهو بعيدا بقى عن الكاميرات وبعيدا عن الجمهور شكل تاني آخر بشكل صعب للغاية فالإعلام القليل منه هو المحايد والمحايد اللي هو بيطرح الأفكار بشكل موضوعي ومساحات زمنية مختلفة يا رجل ده ساعد محمد مرسي اللي هو بيحاكم دلوقتي أنه هو جسوس على مصر وإرهابي والفريق كنا بندي لده خمسين ثانية لده خمسين ثانية وإنت بتنتخد التاني وإنت مش عايز ده ينجح ولكن أنت على الهوى يجب أن أنت تدي ده دقيقة ونص تدي ده دقيقة ونص ولو ده خد دقيقة خمسة وخمسين ثانية تبقى تدي للتاني خمس ثواني بعدك وعلى أساس الجمهور هو اللي يحكم أضف لكده أن أنت في الإعلام بتاعنا لا فيه ناس بتعرض نفسها أنه هو إيه رأيك عايز الألم بتاعي أكتب لك إيه وقت الديني إيه وأحلى سوق الوسوق ده اللي احنا فيه دلوقتي بس ما أنا عايز أقول لحضرتك حاجة برضو ده موجود في الأطباء ده موجود في المدرسين ده موجود في المهندسين ده موجود في الإدارات المحلية ولكن هو ليه الإعلام هو اللي عليه الضوء لأنه هو اللي حقه منارة تنور عقول الناس هو اللي يعني الفلاح وهو جاي تفرج عليه دلوقتي أنت بتنور له حاجة مش هيقرا فيه روح المدرسة يا أخي ولا الكتاب أستاذ عمر راضي عن اللقاءات اللي بتحصل للمرشحين بتتابع ولا مش متابع طبعا متابع متابع هنا ولا برا هنا في النادي الأهل أنا بتكلم النادي الأهل كل المرشحين لنادي الأهل أعملتوا حاجة كويشة اللي هي في القناة أنا بتكلم على الكلام اللي حقك بتشوف وتقييم الكلام لكل المرشحين بتلخصوا في إيه؟ ما أنا بقولك أنا صدمت في بعض الناس اللي أعتبرهم إنهم كانوا كنت مقرب ليهم ووجدتهم اختلف كلامهم خلال ثلاث أو أربع سنوات بعد ما كانوا واقف بص أنا بحب حلل قوي الصورة كانوا واقف معاك في المدخل صوان وبيسلم على الناس وبعدين مرة واحدة لقيته نطف الدور الثاني طب ليه؟ طب بتاع إيه؟ طب إقنعني فوجدت إن الأمور بقت مصالح شخصية بنسب كبيرة يزعلوا مني ما يزعلوش مني زي ما هم في شكل عامحة أنت ما بتقولش تد أنت من حرارك تشوف تقييمه وبتقوله ما تشدعه أسمانه يا فاند ابن موجود في نواحي سياسية في نواحي انتخابات نقابات في نواحي انتخابات أندية في نواحي انتخابات اتحادات ده موجود اللي برجوه من الناس وأرجوه من نفسي إن إحنا بنحاول ونجتهد ولكن بلاش نخدع الناس لأن وزرها كبير للغاية في أن انت تخدع ناس أيوا هتخدعهم مش هتخدعهم كل الوقت ولكن هتخدعهم لحد ما تلاقيهم لابسين في الحيط إحنا عايزين من الرياضة أن هي تبقى عنوان للشباب اللي هما أنت على طول بتقول أغانيهم وحاطتهم على موبايلك وما شابه الشباب دول معاهم بطاقة انتخابية ينتخب في أعضاء مجلس محلي ولا شعب ولا دستور لا لسه صغيرين طب هيتعلم ده منين من انتخابات مراكز الشباب والأندية لو لاقى فيها الأصباجية واللعب بالثلاث ورقات واللعب بالفلوس اللي بيحصل بهذا الشكل يبقى هيعتبر الآخر لما جي انتخابات فصل يا أخي هتلاقي الوقت بيدي له اللي زميله مصاص عشان ينتخبه بتاع اجتماعي ولا ثقافي ولا فني رسالتك وصلت أصد عمر ده كان آخر سؤال لحضرتك كان عادة شرفتني ونواتني وبقى سعيد بلقاء حضرتك إن شاء الله نتقابل فيها حلقات أخرى إن شاء الله شرفتني ونواتني شكرا جزيلا ده كان حوارنا مع النقد الرياضي الكبير الأستاذ عمر كمال أكيد اللي أنا عايز أقوله في آخر الحلقة الحلم بقى حقيقة في استاد النادي الأهلي ده للأهلوية كلهم وطبيعي اللي احنا منشككش في أي حاجة لأنه ده فخر لنا كلنا كلنا عايزين استاد كلنا عايزين نساهم كلنا عايزين نبقى موجودين كلنا عايزين كالعادة النادي الأهلي بقى ليه ضربة البداية في كل حاجة كمان بنتكلم على بنية تحتها داخل النادي الأهلي استاد فيه إمكانيات كبيرة وضخمة جدا جدا الواحد كان موجود النهاردة في المؤتمر كان فخور باللي بيحصل داخل النادي الأهلي يا رب يعني دين المحبة بين الجميع داخلين على أيام صعبة وإيام فيها انتصابات ربنا يولي من يصلح كلنا إيد واحدة كفانة لليهم مصالح المنتفعين الكل يبعد يسيبوا لدينادي الأهلي في القرار كمان لأعضاء الجامعة العمومية هم اللي يختاروا وهم ما حدش قدر يمل عليهم حاجة الجامعة العمومية لنادي الأهلي وعية جدا 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 ومرة تانية وتالتة ومليون ربنا يولي من يصلح لقيادة سفينة النادي الأهلي وكمان اللي أنا عايز أقوله واختم بيه أكيد زي كل يوم المجد كل المجد لشهداء النادي الأهلي وتزوح على ألف خير والكرة للجماهير وعايزين نرجع الجماهير ترجمة نانسي قنقر